الكرة مكسب وخسارة الرياضة عموما مكسب وخسارة جملة بتسمعوها كتير بس محدش مقتنع بيها كل سنة وحضراتكم طيب الكام يوم اللي فاتوا أو بمعنى أضك الكام السنة اللي فاتوا هتلاقي كل الفرق الكبيرة كانت أو لا مش مقتنعين بفكرة الخسارة عايزين مكسب وبس لو بكسب فيبقى كل حاجة حلوة إدارة ومدرب ولاعبين والعكس طبعا صحيح بالكامل لو خسرت مطش واحد أو اثنين المشكلة هنا إن اللي بيدير أو بيدرب أو بيلعب ما يعرفش يعني إيه تنافس في مكسب وخسارة فتخيل إنه البديهيات مش موجودة بس البديهيات مش موجودة وفي نفس الوقت ومن نفس المنظومة والعقليات بنطلب تطوير طب إزاي يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة حضراتكم وحشتوني جدا وحشني اللقاء بيكم وحشني الدردشة معاكم ومجدبش عليكم هقولها لكم بصراحة يعني أنا بحس إنه ده المكان العظيم اللي بعرفة فطفة فيه مع ناس أتصور إن أنا بحبهم زي ما هم بيحبوني والعلاقة فيها علاقة ويد ودايما فيها علاقة دردشة كل سنة وحضراتكم طيبين كل سنة وكل الشعب المصري طيب ودايما أنا في الأعياد أي عيد أي عيد بيبقى كلامي للشعب المصري كله تهنئة للشعب المصري كله ليه بقى إنه يعني أنا من الناس اللي سافرت أكتر من دولة بحكم شغلنا يعني بنروح مباريات بنروح تقطيات بنسافرت أكتر من دولة ومع فكرة إنه في دول كتيرة شبهنا عندها علاقة جيدة بين الأديان علاقة وكفي حرية أديان وفي ناس عندهم نفس اللي عندنا في الحتة دي بس إحنا حرفيا باللي أنا شفته بأعناي على عيد دول اللي أنا شفتها ودول كبيرة واللي أنا سمعته واللي أنا بشوفه حتى على السوشيال ميديا ما فيش دولة في العالم زي مصر هتلاقي الأعياد الأعياد عيد الميلاد عيد الفطر عيد العمال شهر رمضان أي مناسبة سعيدة هتلاقي الشعب المصري كله بيحتفل بيها كله حضرتك النهاردة خارج مع مين أنا خارج مع صاحبي هتفل مع بعض فكل سنة وكل الشعب المصري طيب وبخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد وسنة سعيدة على حضراتكم ما كنتش مع حضراتكم في بداية السنة كانت أجازة أسبوع يا رب تبقى سنة سعيدة سنة فيها راحة بال سنة فيها الصبر سنة فيها عمل سنة فيها شغل سنة فيها اجتهاد من الجميع لازم حلوة الأجازة تخليك تقعد تتفلسف كده الواحد أنا الحمد لله كنت أجازة سلبية زي ما يقولوا في كرة القدم اللي هو ما كنتش بطمرنا حتى أجازة أجازة فكنا بنقعد أنا والأصدقاء وأصل الظروف وأصل الحياة والدنيا مش عارفين رايحة لفين والدنيا جاية لفين أنا كان دايما رأيي وأنا زي ما قلت لكم أنا هتردش معاك وأنا لخبيل اقتصادي ولا بأفهم في الحاجات دي أنا فيهم ليها زي فيهم حضرتك اللي هو إيه القشور اللي من برا أنا أفهم في الرياضة ما أفهمش أكتر من كده بس أنا دايما بقول أنه الراجل أو البناء آدم لما بيشتغل ويكتهد ويتعب ويشقى كده كده رزقه جاي جاي وربنا اللي وقف معاك مبارح ربنا اللي وقف معاك مبارح ولا هيقف معاك النهارده ولا هيقف معاك بكرة بشرط أنك تبقى بتكتهد وبتتعب وبتسعى فكر شبابة في أي حاجة بتحصل في العالم كله مش بقولك في مصر في العالم كله الظروف اللي بتحصل دي كلها لو أنت بتتعب وتكتهد وبتشتغل أكيد ربنا بيقدر ده زي ما أقدر مبارح وعدك من صعب يعديك من صعب بعد كده أنا أخذ الكلمتين دول عشان عايز أروح بيهم لسكة مهمة بس قبل ما نروح للسكة المهمة عايز أشكر زميلي العزيز المميز الرائع رجائي رمزي أنه كان موجود منور برنامج رقم عشرة زدنا شرف زدنا أنا شخصيا شرف وزد البرنامج شرف وجوده خلال الأسبوع الماضي بشكل رائع جدا وبشكل مميز دوما هو في ظهوره دائما مميز وإدى بشكل رائع جدا ليس شهادة ولكن شكر في حق الرجل اللي يعني سعيدنا كتير في البرنامج خلال الأسبوع الماضي أنا بشكوره شكرا جزينا قدام حضراتكم وأكيد حضراتكم زي تحديد لو أنا قاد في البيت كنتم استمتع بيه جدا بشكوره شكرا جزيلا الكوصة بقى أنا أحكيتها لكم بتاع الظروف الحياة والصعوبات وإحنا بكرة فيه إيه ومبرح كان حصل إيه الظروف اللي إحنا أو المود الناس بتحاول توقت تصدروا لبعض ده بيبقى محتاج إيه بيحتاج بطبيعة الحال يعني لازم أقول ديه عشان بس محدش يقول لي أنت بتعرفنا يعني بس لازم أقول ديه عشان أوصل للي بعدها نحن بقى قريبين من ربنا نحن بنعمل الفروض بتاعتنا بشكل كويس وبعد من قلب ربنا اللي بيقرى قرآن اللي بيقرى في الإنجيل عملت الكلام ده كله عشان تهدي عصابك وتقول ربنا رزقني لللي جاي بتبقى محتاج إيه بقى بتبقى محتاج حاجات طرفهية فرج على فيلم فرج على مسلسل مسلهادي كده ما فيوش دوشة بتسمع أغنية خفيفة لطيفة ما فيوش برضو دوشة ده للناس اللي بتبقى عايز تهدي عصابها زي حالات يعني لوها مش عايز يعيش في مود وحش والغالبية العظمة من الشعب المصري إيه اللي بيزبط لها مودها؟ الكورة الكورة الديني كورة مبسط أرتاح أنسى بقى شوية هموم أو أعمل لها هل كده شوية واركز بقى ومبسط في فرقتي في حلوة الكورة في متعة الكورة فلو سمحتم يا سادة يا كل من هم متعلقين أو لهم شأن في كرة القدم المصرية فكروا في ده وانتوا بتشتغلوا وانتوا بتقولوا وانتوا بتنفزوا وانتوا بتفكروا وانتوا بتحاولوا تطوروا فكروا أن دي حاجة من الحاجات المؤثرة جدا في مودنا جميعا المود العام فكروا بقى ليه بقى تخلوا الموضوع كله ما باتكلم علينا كلنا كلنا في عصبية ونرفزة وأزمات ومشاكل ما بقولك الكام يوم اللي فاتوا دول بس طبعا السنين اللي فاتت كلها مش كام يوم بس كام يوم عشر واحد برضو لما بيبقى أخذ أجازة بيبقى برضو بصص للتفاصيل من جوة ما بيبقاش الموضوع بالنسبة له مجرد خبر وعنوان وإن اللي حصل وإن اللي ما حصلش هو أنا اللي يبقى قاعد في بيتي متوتر ومين بيتخانق ومين بزعلان ومين بيتنرفز ومين بيقول ومين مش عارف إيه وأنا بتفرج على كورة وأنا بتفرج على لعبة وأنا أصلا بتفرج على اللعبة عشان تسليني وتغيالي المود اللي ممكن ما يبقاش متزبط شوية حرام يعني خليك مسؤول أنا بتكلم المسؤول ده منين من أول من أصغر لعب من أصغر لعب ده مسؤول لأكبر مسؤول في نادي أو في اتحاد راعي ربنا في الناس اللي بتبقى عايزة تنبسط اللي عايزة تفك عن نفسها أنا ما بفهمش والحمد لله أنا عمري ما شاركت في ده وعمري ما هشارك فيه فكرة الخناقة اللي حتول الوقت وإحنا بنلعب كورة بنتخانق وتلاقي حد يقولك إيه يا عم كريمة أنت ما قلتش ما ردتش ما شفتش ما عملتش وإزاي شايف الخناقة دي وما دخلتش فيها وأنا خش شريخ ناقة وإنت تخش شريخ ناقة أنت كده كده كمشاهد أو متلقي أو مشجع أنت بتتورد في الخناقة دي بس بإيدك برضو تخلع منها بإيدك تخلع منها بس أنت بتنجرف بتروح معاهم مع الناس اللي بتتخانق اللي بيتخانق عشان خاطر حكم واللي بيتخانق عشان خاطر لاعب واللي بيتخانق عشان خاطر مدرب واللي بيتخانق عشان خسر المدرب واللي بيتخانق عشان مش عارف أسلو التحدي عمال لي إيه واللي بيتخانق عشان مش عارف رابط الأندام عملت ليش إيه واللي بيتخانق عشان عايز حكم مصري ولا حكم أجنبي واللي بيتخاني عشان لعيب رايح لنادي وما رحليش واللي بيتخاني خناء لدرجة إنه بايتقلنا في شغلانتنا وإحنا دخلين الحلقة يقولك إيه وإحنا هنتكلم في قضية إيه النهاردة قضية قضية دي خلاص دي بايت حاجة موجودة في أي سكريبت في أي برنامج يقولك قضية النهاردة قضية إيه قضية إيه اللي في الكورة وليه أصلاً يبقى فيه قضية في الكورة وليه أصلاً يبقى فيه قضية في اللعب لعب أنا بحب أكرر الكلمة دي كل شوية عشان تفضل تنين في ودننا لعب بنلعب بننبسط بنتسلة قضية إيه وخناءة إيه ومشكلة إيه فخلينا نفكر مع بعض الفترة اللي جاية إنه إحنا بنتفرج عن الرياضة وعالكورة عشان تبقى حاجة مسلية حاجة ترفع عننا فيه ظروف بتحصل في الدنيا كلها بتوترنا وبتقلقنا على بكرة وعلى مستقبل ولدنا وحياتنا القلق المنطقة الطبيعية اللي كل بيت بيقلقوا طيب بنبقى محتاجين إيه في الوقت ده حاجة ترفع عننا هي مش بتشيل عننا هي مش هتروح بسا تسدد لك الكارد بس بتريحك شوهية بتخلي نفسك يعني قاعد أعصابك هادئة شوية مش متاتر تخيل بقى لما الحاجة اللي مفروض تهديلك أعصابك دي توطرك أكتر من قصة الكارد مثلا يعني تخيل ليه يعني بتاع إيه ويقولك بعد كده الناس بتعكورها دول مشاكلهم كتير ما يعني حتى سمعتنا في المركب بتاع الشوالانا آه دول بتعكورها دول اللي عندهم مشاكل ليه عندنا مشاكل أصلا ويجي حد يقولك إيه حضرتك النهاردة اللي هو إيه بقى الاستكتاب ده أو اللي هو إن حد يجذبك تخش الخنائة تخش الخنائة عارف أنت كلا ما فيت نين بتخلقوا في الشارع تلقى واحد يقولك إيه الحق ده شتمك يا عامنا مال أنا وقف بعيد بس شتمك تعال خش معنا بازم تشاركني تلقى واحد دخل يقولك إيه هو أنت ليه ما تكلمتش عاللي قاله فلان وإلي قاله علان وإزاي ما تكلمتش على مش عارف اللي حصل في إيه وتخنقت إيه أنا شخصيا وأنا من الناس دي وأنا عارف أن فيه منهم كتير مش أنا الواحد يعني أنا مش بتاع الخنائات دي ولا أخشها ولا أحب أشوفها ولا أحب أعرفها ولا أحب أكتب عنها ولا أحب أعلق عليها بس أحب أشاول من بعيد بلاش خنائات بلاش خنائات نراعي ضمرنا في المتلقي بس نراعي ضمرنا إحنا متساعد ما عملنا البرنامج والحمد لله من قبل البرنامج ونحن نشتغل ميديا سواء صحافة أو إعلام الواحد دايما بيفكر فكرة إنه هيطلع إزاي من الحلقة وهو خلى الناس تاخد معلومة وتسلوا تسلوا درداشة درداشة في الكورة نتكلم بقى فاربعة تلاتة تلاتة وتلاتة أربعة تلاتة وتلاتة خمسة تنين واللعيب ده إزاي هيفيد الأهلي واللعيب إزاي ده هيفيد الزمالك والزمالك محتاج يخرج مين والأهلي هيمشي مين كلام الكورة اللي بيحصل في العالم كله انت لو تبيعت مثلا برامج بتحصل في انجلترا واخد بالك بقى انجلترا إعلام رخم رخمة والصحافة صعبة بشكل يعني بتقطع الجلد كل شوية بس تفرج على البرامج ما تلاقيش خنايات هتلاقي الخلاف على إيه ده لعيب وحشوة لعيب حلو ده مفهود يكمل في ناي ده أوه طبعا ما كميتش في ناي ده ده المدرب ده لعب بالطريقة دي ولا ما لعبش بالطريقة دي فكان يبقى أحسن يعمل مش عارف ايه البرنامج كله الحلقة كلها مفيش بقى سيجمت في البرنامج فيش فكرة في البرنامج قضية اليوم مفيش الكلام ده مفيش قضية كلمة قضية دي احنا ابتدعناها من سنين بس اشيحنا للاقينا فجأة نفسنا جوة مجتمع قضايا في الكورة لازم يا جماعة نساعد بعض ان احنا نلغي الكصة دي كلنا انا راجل مش تهل اعلام من فترة كان عندي اخطاء وفي انجرافات للمشاكل زي دي شوف انا هو باعترف من عندي حضرتك كمان باعترف كمسؤول في نادي كلاعب في نادي كمدرب في نادي كراجل في التحاد كورة تعترف كده وتقول ايه لا لا فعلا انا انجرافت مع الحكايات دي والمشاكل دي بس من الفترة اللي جاي احنا مش هنخش المشاكل دي كتير انا اسبوع اعزائي بيقوله ايه في مقعد المشجع على مقعد المشجع اعباء بشوف المشجع المفودي يحس بايه لا مشجع مشحون انا فيه مين عمل ايه ومين خرق مين ومين حكم ايه ومين ضرب ليه ليه الواحد بيبقى ايه صح من النوم بيبص على جدوى للمباريات عرفك مش مش من النهار ده بس فالكين زمان لما كانت بتبقى في الجرايد زمان جدوى للمباريات او مواعيد المباريات بتبقى بتقول ايه الله ده فيه مطش الساعة اثنين هيخلص الساعة اربعة هيبقى فيه مطش الساعة خمسة رايح بقى في الساعة اربعة دي اكل حاجة ده يوم الاجازة طبعا مش يوم الشغل لو يوم اجازتك يعني والساعة خمسة يا ده كمان فيه مطش بالليل اروبي الساعة عشرة ده اليوم النهار ده حلوى اوي في الكورة ويبقى صح من النوم فاي ومبسوط ابقى اللي ناس بتحب الكورة صح من النوم مبسوط الأجازة النهارده هتبقى عظيمة كلها كورة وكلها حاجات حلوى احببنا نصحى من النوم يطر الخناء ايه النهارده يطر المشكلة فين النهارده يطر القضية ايه النهارده بيش حاجة اسمها بقى كده حبيت أبدأ مع حضراتكم ده وإحنا في بداية سنة جديدة نتمنى بصدق بصدق نتخلص من الموروثات دي بتاعة المشاكل والأزمات اللي ما بتخلص وكلها شبه بعض كلها شبه بعض أي مشكلة شايفها النهاردة أو مبارح بص من سنتين من ثلاثة من عشرة من خمسين هتلاقي نفس المشاكل طب إيه مش منتعلم طب إيه يا جماعة مش نويننا تخطى المرحلة دي طب حتى يبقى عندنا شوية كرياتفتي أو ابتكاري يعني في الإسماء مشاكل أو قضايا ده هي هي مين الحاكم اللي عمل لي ومين الحاكم اللي زعلني وأي فريق أي فريق عشان بس أنا فهم وأنا بتكلم كلمتين دول على طول دماغك هتقعد تروح لي هنا أو التدماعك التانية هتروح لدوة الكصة ببساطة شديدة أي نادي في مصر أي نادي في مصر كل الأندية دون استثناء بيكسب تبقى الدنيا حلوة ووردي وجميلة إدارة جميلة ومدرب عظيم ولعبين ما فيه زيهم والحكام مصريين رائعين وندعم الحاكم المصري الجميل والفرح حلوة كل حاجة حلوة طول ما أنت بتكسب كل حاجة بتبقى حلوة تكسب إيه مثلا تكسب لك عشرة، عشرين، تلاتين، أربعين مطش تكسب لك خمسين ألف بطولة ودي تخسر مطش أو مطشين فجأة تلاقي الجمهور زعلان من الإدارة تلاقي الإدارة زعلانة من حكام تلاقي المدرب متدايق من اللي بيحصل معاه من الإدارة وتلاقي اللاعبين زعلانين عشان المدرب ما بيلعبهمش وتلاقي فجأة بقى فيه 80 ألف أزمة جوا النادي اللي كان ماشي بشكل رائع جداً بس يخسر مطش اتنين فتحولت الدنيا إلى سواد فجأة ليه؟ ده بقى كياساً بأندية بتصارع الهبوط بأندية كمة، بأندية وسط هتلاقي نفس الحكاية اسرح وتأمل وأنا عارف طول ما أنت مشجع لفريق يعني أنت مشجع للفريق مش عايزة أسمي النهارة التحديدة دايماً بسمي بس مش عايزة أسمي عشان مش عايزة الكلام يروح لحد بعينه هتبقى أنت مشجع للنادي الفناني على طول على طول أنت هتشوف نفسك مضطهض من التحكيم أي نادي أي نادي فوق ربا كده برضو أما الحكام دي أنت أنا الحكام ما بيعمل ليش حاجة طب لما بيحسبو لك حاجة كويسة لأ مش فاكرة حاجة كويسة ليك يعني حاجة عادلة مش بقول إنهم جملوك عادلة لا مش فاكرة طب غلطة لا هي دي بقى اللي هفتكرة غلطة يعني ما يا الغلطة دي قصرت على النتيجة طب ما كان فيه غلطة برضو لصالحك قصرت على نتيجة المباراة لصالحك مش فاكرة فهنفضل إحنا عايشين في الجدل ده طول الوقت أنا بس بيبقى عندي تحفظ مش على الجماهير أنا عندي تحفظ على الناس قائمين على الكورة في مصر لكن الجماهير كده كده مشاعرهم دايما يعني مش مش هيبقى فيها مش هيبقى فيها توازن مش هيبقى فيها حيادية أو منطقية أو وقعية هو هيبقى شايف فرقيته بس ومش شايف حد غيره منطقي في كل حتة في العالم مش كده الجمهور لا يلوم عليه أبداً فكر صح فكر مش مظبوط هو لا يلوم عليه أبداً هو يتحرك بعاطفته فقط وليس بعقله لكن المسؤول لازم يتحدث وينفذ ويأخذ قراراته من عقله من عقله بس أنا حبيت أبدأ بالكلمتين دول السنة الجديدة لعل وعز أنا عارف إنه الكلمتين دول بتبقى فطفضة ومش أكتر ونادراً لما يعني ممكن الكلمتين يلمسوا مع أحد بس هو دي دا من فطفض أنا وحضراتكم زي ما تعودنا مع بعض في الفطفضة دي النهاردة في الدوري المصري الممتاز الجولة الاثناشر من الدوري كان في مباريات مهمة جداً بيرامد فاز على غزل المحلة أربعة سفر الولايات الأولى أو المباراة الأولى لباتشيكو جين باتشيكو المديل فني الأقصبك لنادي الزمالك المديل فني الحالي لبيرامدز وغزل المحلة نتيجة غريبة بس أقول لكم التفاصيل المصري فاز على الاتحاد سكندري 2-1 في ديربي جماهيري رائع جداً وفيوتشر عمل كومباك أمام سيراميكرو باتر كان متأخر بعدفين مقابل الهدف وفاز في النهاية فيوتشر بنتيجة 3-2 في الدول الأسباني الجولة الستاشر بيريال فاز على ريال مدريد 2-1 نتيجة مفاجأة مش مفاجأة قوي بس مفاجأة لفاكرة أنه ريال طبعاً الأقرب للانتصار لكن بيريال عام الموسم جيد في الدول الإيطالي يوفندس فاز 1-0 على أودينيزي ونازى مونزا اتعادل 2-2 مع انتر 2-2 وسجل الجولة الثانية في الديئة 95 انتر اللي فاز على نابلي المباراة الماضية كانت مباراة مهمة جداً لانتر فاز على نابلي بهدف النهاردة بيتعادل في اللحظات الأخيرة في كاس الاتحاد الإنجليزي الدور الثالث ليفربول تعادل مع ويلفر هامتون 2-2 وفي مباراة عادة وفي كاس الخليج الجولة الأولى المنتخب البحريني فاز على المنتخب الإماراتي 2-1 والمنتخب القطري فاز على المنتخب الكويتي 2-0 مباراة ليفربول وولفر هامتون على فكرة محمد صلاح سجل هدف في هذه المواجهة الهدف الثاني ليفربول في هذه المواجهة في المباراة كان فيها أخطاء كثيرة جداً من مدافعة ويلفر هامتون ومن أليسون حارس ليفربول كانت مباراة غريبة مليانة أخطاء أمم المباراة فيها إعادة كعادة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد التعادل في المباراة الأولى نروح بقى للتفاصيل تفاصيل مباريات اليوم براميد زي ما قلت لكم فاز على غز المحل 4-0 هدف أول لرمضان الصمحي في الدقيقة 41 ده الهدف الأمام مع حضراتكم الهدف الثاني سجله بلايات التوريه في الدقيقة 44 وفي رأيي دائماً بقول كده إن بلايات التوريه واحد من أهم أهم الأجانب اللي موجودين فيه الدوري المصري لعب وسط بيراميدز لعب رائع جداً لعب البوركيني مميز بشكل كبير جداً سجله هدف الثاني في الدقيقة 44 وبعد كده فاخي لقاي سجله هدف الثالث في دقيقة 67 وفي دقيقة 80 العائد للتقلق مرة أخرى إبراهيم عادل بعد فترة طويلة من الإصابة سجل الهدف الرابع والأخير في دقيقة 80 زي ما قلت لحضراتكم الهدف أمام الحضرات غزل المحلة حكايته حكاية وبصراحة أجيلكم بعد الهدف عشان أعايز أتكلم شوية على غزل المحلة من الحاجات اللي ما بفهمهاش في الأندية الجمهرية تحديداً بإيه دعن الأهل والزمالكة؟ أتكلم على غزل المحلة الإسماعيلي المصري الاتحاد على مراحل متفرقة يعني مش لما بقول كل الأندية الجمهرية مش بتكلم على فترته من الحالية يعني اتحاد ممكن يبقى مستقر للوقت المصري مستقر للوقت غزل المحلة إسماعيلي الأمور مش منزبطة بس غزل المحلة تحديداً بادئ الموسم بشكل أكثر من رائع موسم استثنائي مع مدرب بابا فساليو عامل أداء رائع الكورة كمان اللي بتلعبها غزل المحلة كورة حلوة جداً مطلع لعيبة مميزة جداً وأداء مميز جداً وفجأة فرائع عايز بس اختار ألفاظ مناسبة الأخطاء الإدارية خلينا نقول الأخطاء الإدارية خلينا نقول الأخطاء الإدارية أو كسل الإداري أو ما هي ماشية طاعم اللي هو إيه؟ أنا عندك لعيبة ليها مستحقات؟ لو إداك النهاردة بحب وبقلب بكرة هيسألك فين مستحقاتي؟ فين فلوسي؟ فين فلوسي أنا هاكل واشرب منها؟ بس أخذ بقى برضو اللعبة دي ما بتاخدش مرتبات يعني حتى عندها وحتى لو بتاخد ملايين الملايين ما هم منحققهم أقدام مستحقتهم بس بقولك إنهم ممكن ما يلاقوش يكملوا شهرهم ما تستغربش عشان ده بس الناس بتبقى فاكرة إنه لقى أي لعيب كرة ده مليونير لا مش كل لعيبة الكرة مليونيرات في لعيبة كرة بالشهر يا دوبك يكملوه زي يوم زي معظم الناس في بلدنا اللي هو يا رب بكمل الشهر ده يا رب الشهر يكمل على خير فانتخيل بقى في لعيبة بتقعد بالشهور ما تاخدش مستحقتها طيب ده بتطلبه يلعب إزاي ده بتطلبه يقضي إزاي يحقق نتائج إزاي يستمر على نفس المستوى إزاي فكرة إنه يا هم ما هكذا كده بيلعب ما هكذا كده مش هقارف يسمني ما هكذا كده هدحك عليه بكلمتين وهصبره شوية ما هكذا كده زي ما صبرته قبل كده صبره تاني طيب ما كل ده تفكير عند اللعبين يقعدوا يفكروا 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 ينزلوا المباراة زي النهاردة قدنا ببرامدز ما يبقش مركزين يخسر أربعة الفريق اللي مقدم أداء رائع جدا في الدورة هذا الموسم يخسر أربعة حتى لو أمام فريق كبير وعنده أسماء كبيرة زي ببرامدز بس برضو مش نتيجة منطقية على ضوء المستوى اللي عاملوا غزل المحلة الموسم ده حرام يعني دي عنده جماهير وبيشجعوه بيسندوه جمال محلة جمهيرة عظيمة حرام ما تكمله يعني نكمل مرة ليه تبقى طفرة كمل كمل طريقك حلو ماشي بشكل كويس كمل يعني ده غزل المحل المصري البورسعيدي النهاردة مباراة كبيرة جدا أمام الاتحاد أسكندري قدر المصري يفوز اتنين واحد إلياس الجلاسي أحد أهم أهم الأجانب اللي موجودين في الدورة المصر يكن تنسب الكلام على بلاد التوري إلياس الجلاسي واحد من اللاعبين المميزين جدا سجل هدف الأول في الدهارة 44 من ضربة جزاء وبعد كده عبدالله نصيب سجل هدف التعادل ليه الاتحاد في ديئة 59 المهاجم المصري المتقلق يمكن أفضل مهاجم مصري في الدورة المصري يعني مروان حمدي سجل الهدف الثاني هدف الفوز للنادي المصري في ديئة 74 الهدف أمام حضراتكم عشان المصري يفوز على الاتحاد في واحدة من كلاسكيات الدوري المصري مواجهة تجمع المصري والاتحاد الأسكندري مباراة أخرى كانت النهاردة كانت مباراة السيراميكا كليوباترا وفيوتشار مباراة أحداثها درامية جدا ميدو جابر سجل أسرع هدف الدوري هذا الموسم هدف للسيراميكا كليوباترا في ديئة الأولى ده الهدف أمام حضراتكم ده عمل حركة كريستيانو اللي هي سي حلو ميدو جابر برضو عندنا كريستيانو مصري ماشي بعد كده هدف التعادل سجله الكاملوني جونسان في ديئة سبعة وعشرين لفيوتشار واحد برضو من أجانب المميزين جدا في الدوري هالفاكرة هتلاوه معاصم من أجانب المميزين بعيد عن الأقلي والزمالك في الدوري يعني هالفاكرة جونسان من المعلومات يعني اللي كتير ما يعرفهاش إنه جونسان هو اللاعب الأجنبي الوحيد اللي موجود في الدوري المصري اللي خاد كاس الأمم الأفريقية مع المنتخب الكاميروني في 2017 كان موجود مع المنتخب الكاميروني بعد كده إبوكا سجل الهدف الثاني ليسراميك لبطرة في ديئة تانية من الوقت المحتسب بدلا من الضاعم من الشوت الأول جون إبوكا ده حكايته حكاية هنحكي على جون إبوكا بعد شوية عشان فيه كلام كتير محمد ريدا بوبو تعادل ليه فيوتشر في الدقيقة ستة وأربعين نهدف أمام حضراتكم أيضا محمد ريدا بوبو هيفضل من اللاعبين اللي مطلوبين كتير قوي في الدوري المصري اللاعب وسط فيوتشر مطلوب في الأندية الأندية الأهلي والزمالك وبرامز وفيوتشر عايزك علي بكل تأكيد من اللاعبة المميزة جدا بعد كده جي عمر كمال عبد الواحد وسجل هدف الفوز لفيوتشر في ديئة 65 عشان تندي المباراة بفوز فيوتشر فوز مصير جدا لفيوتشر على فريق سيراميكا كيلو باترا 3-2 الكابتن علي ماهر تفوق اليوم على الكابتن أحمد سامي والاثنين من أفضل أفضل المدربين المصريين اللي موجودين في الدوري حاليا طيب إيه الحكاية بقى في سوق الانتقالات الشتوية تحديدا في الأهلي وتحديدا في الزمالك إيه الحكاية الموضوع العامل اللي فاتت دي كلها كان فيه طيب طيب قلولي مين معانا يا جما طيب طيب معانا عبر الهاتف الآن الأستاذ أحمد عجلان عدو مجلس دارة نادي سموحة يا فندم مشرف ومنور تحياتي أهلا بحجز نزاز صحتك منور الدنيا بداية كده عايز أعرف إيه موضوع الكابتن طارق العشري أنا كنت شايف فيه استقرار مع الكابتن طارق العشري وبدأت الأخبار خلال الأيام الماضية سيرحل الكابتن طارق العشري سيبقى الكابتن طارق العشري الوضع بالنسبة للكابتن طارق لا كابتن طارق قول عن واحدة موجود ومكمل وعنده بكرة مباراة فارقه إن شاء الله ربنا حيكرمه ونكسى بإذن الله وربنا يوفقه وكابتن طارق مكمل ومدعمينه وفداره ومستقرار كله تمام بس ما كانش فيه كلام إنه يمشي أصلا عشان الكلام إنه الكابتن معاني الشعباني اتقال إنه جي مصر وكان فيه مفاوضات معاه وبعد كده أعضاء مجلس دارة كان رأيهم من الكابتن طارق يكمل حصل إنه كان مباشمونت فارق كان عنده وجهة نظر تحترم من وجهة نظره إنه كان عايز يعمل تغيير حاليا لموقف الفريق إنه إحنا يعني عندنا 11 نقطة وإنه كان خايف من إن الفريق يعني يحصل له طروب فكان حابب إنه هو يغير كفكرة من نحيته وإنه يجيب كابتن معين وما احترمنا له طبعا لكن إحنا الغالبات الأعضاء في المجلس اتفقوا لأ على تأيديد الثقاف كابتن طارق وعبنا مع الباشمونت فارق وأقنعناه إن كابتن طارق لسه الفرصة موجودة وإنه إحنا لسه يعني بدري يعني إحنا نحكم على الفريق من دلوقت خاصة طريق كابتن طارق السنة اللي فاتت لو تتذكر كان مستلم طلع الجيش وكان عدد نقاطه قليلة وأنا هتدوري مع طلع الجيش في المركز الرابع وهو ده لقولنا كابتن طارق اسم كبير مش أنا مش أنا محتاج أنا أكلم عنه طبعا يعني هو أكبر من كده بكتير فعشان كده إحنا دعمناه وقلنا ربشوانت فارق كلنا نائب الرئيس دكتور أبرو غنيني وإحنا الخمسة أبا مجزد لقولنا إحنا يعني بنجدد كابتن طارق وماديش حاجة تستدعي طريقة أن إحنا نغير دلوقتي لما نحن نحن في الاستقرار زي ما حدك بتقول كده إنه بدي راجل فرصة هو محتاج لعيبة لأ طب ندعمه بلعيبة أحسن من أننا غير المدير الفن صحيح وده اللي إحنا اتفقنا على إن السياسة تبقى كده نغير نجيب لعيبة بقى عم في الانتقالات نجيله القماش ونطورهانه وبعد كده أقدر أحسبه لكن مش أحسبه وأنا مش مدعمه بلعيبة يعني صحيح أنت كان عندك ظاهير أيمن هو يمكن كان من أفضل زهراء الجنب في الدول المصي خالي عبد الفتاح اللي انتقل إلى النادي الآلي هل فيه تعويض لخالد موجود في تشكلة الفريق هل أنتو اشتريته لعيب أو بتتفاوض مع لها إحنا ما بنشتريش يعني النادي اسموحا فياستو إحنا وشبت بشبت فرق مش بنشتري لعيبة بيبقى فيه بقى بالتبادلات زي ما حصل كده في صفقة خالد جالنا كابتن حساب حسان وجالنا زياد طارق كده لكن ما نشتريش لعيبة آه ما أنا فاهم بس مع هؤلاء الاتنين دول مش في مركز خير عبد الفتاح آه أنت تجامع المركز زي احنا عندنا سياسة برضو نحنا بنعمل الدم في بيدي الخبرة وبين النشيئين فإحنا عندنا الحمد لله في مويد 2001 و2002 نشيئين كويسين فكابتن طارق يعني معتمد عليهم وفي ناس في نفس الوقت في المكان يعني مش محتاجين هما يبدل من بره فانت مش محتاج خلاص يعني الموضوع ده بالنسبة للكابتن طارق أمان هل فيه فتح طيب عظيم جدا هل فيه صفقات أخرى على سبيل الأعارة الفترة اللي جاية ولا أنتوا كده خلاص القائمة مختملة مش هيبه فيه لعبين جدود لا أعتقد هو واحد سامو زياد وكان فيه صفقة اللي أعلن عليها البشوانس مبارح بتاعة أحمد الشيخ لغز المحلة إن هو يجلنا من السنة الجاية إن شاء الله انتقال بقر طيب محمود الشبانة مدافع الفريق مكمل مسموحة ولا هيرجع الزمالك لسه والله يعني حاجات المفاوضات دي بقى لسه يعني مش حاليا يعني لسه آه لسه فيها كلام يعني آه بإذن الله إن شاء الله ما فهاش تنفيذ يعني فيش تأكيد لكن كابتن طلع كابتن طلع عشانا بأكد إنه موجود معانا ومكابل معانا ومكابلين فيه ثقة وراجل محترم وإن شاء الله بكرة يا ربنا يكرم يا ربي بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله سيد أحمد عجلان عدو مجلس دارة نادي اسموحة أنا بشكر حراك شكرا جزيلا على هذه المدفل أنا لبشكرك أستاذ كريم تحت أمر أشكرك يا فهدو طيب دي نقطة أنا بصراحة معطاك تابعا طبعا كامل الاحترام للمهاندس فرج عمر كل الاحترام بس هو ليه كابتطرية عشان يمشي بلايش بلايش سموحة عشان ما يتصورش أو إدارة النادي تتصور أنا أنتقد إدارة النادي سموحة بشكل عام ليه؟ سموحة فيه عناصر كتيرة مهمة في الفريق مشيت مع بداية الموسم وسموحة بصدد تكوين فريق أقرب للجديد فطبيعي النتائج في الأول وإنت بتكون فريق أقرب للجديد إن النتائج تهتز بعض الشيء بس لازم الصبر على المدرب لازم عمش بتكلمة ليس دفاع على كابتطرية العشري لأنه اسم كبير أصلاً في الدوري فمش محتاج أن أنا دفع عنه وهو مش محتاج أن أنا دفع عنه بس أزبر يعني أزبر شوية خليه يكمل الموسم خاصة أنه الراجل كفء بس معروف أنه كفء كابتطرية العشري ومعروف أنه يقدر يلم نقاط في أوقات صعبة يعني حتى لا قدر الله بالنسبة لإدارة النادي سموحة حسوا أن الفريق ممكن يروح لمناطق صعبة هو هيعرف هيعرف يطلع من منطقة صعبة هيعرف بس لو أنت بتكون الفريق مش مشكلة عدي بسوابات لحد ما توصل لمرحلة جيدة نرجع تاني لعلي بيفكر إزاي في فترة الانتقالات الشتوية كلام كتير كلام كتير على اللعبين جم لعبين هيمشوا ولعبين هينضموا جمعنا لكم كل ده تشوفوه تعرفوه تعرفوا كل الكواليس يلا بينا أولا بعد أن حسم الأهل صفقطي خالد عبد الفتاح من سموحة ومحمد الضاو كريستو من النجم السحلي التونسي وضع النادي الأهل ست أسماء جديدة محلية وأجنبية ضمن حساباته في المركات الشتوي الجالي يعني مش هيجيبه الست لعيبة مش هيجيبه الست لعيبة بس بيه ست لعيبة دلوقتي على الطاولة هيختاروا منهم اتنين لعيبة مثلا مثلا يعني تعالوا نكمل خلال الساعات الأخيرة عاد اسم محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر يطردت داخل الأهل مرة أخرى خصوصا وأن اللاعب لديه الرغبة في ارتداء القميس الأحمر إلا أن إدارة فيوتشر ما زالت ترفض رحيل وتتمسك بالانتظار لنهاية الموسم الجاري لحسم مصير اللاعب الأهل عايز محمد رضا بوبو بس المؤكد أن إدارة نادي فيوتشر من الصعب جدا أنها تستغنى عن أي لاعب في فضل الانتقالات الحالية عشان هم عايزين يروحوا لبعيد في بطولة الكونفيدرالي للأفريقية يعني الموضوع أكبر كتير كمان من الدوري الممتاز نكمل عمر كمال عبدالواحد زينا أيمن فيوتشر رياس على أهل بقوة اللي ضمه في المركات الشتوي خصوصا بعد إصابة أكرم توفيق بقطع فيه الرباط الصليبي وتأكد غيابه لنهاية الموسم لكن إدارة فيوتشر ترفض بشكل قطع رحيل اللاعب في الوقت الحالي نظرا لكونه أحد الأعمدة الأساسية في الفريق أولوك حاجة على عمر كمال عبدالواحد كل أهل فعلا فكر في عمر كمال عبدالواحد تفكير جد جدا ليه بقى؟ مش بس عشان مركز الظاهير الأيمن اللي الأهلي دعمه بخالد عبدالفتاح ومعام محمد هاني آه محتاج لعب ثالث محتاج لعب ثالث في مركز الظاهير الأيمن ولكن هو بالنسبة له عمر كمال عبدالواحد هيلعب حاجتين مهمين يبقى ظاهير أيمن ويبقى جناح أيمن الدور اللي كان بيعمله كريم فؤاد إنه ينفع يبقى ظاهير أيمن فوقت من الأوقات وينفع يبقى جناح أيمن فوقت من الأوقات وده اللي عمر بيعرف يعمله كويس عشان كده الاهلي بص على عمر بس نفس الكثة بتاعت محمد الرضا بوبو هي عمر كمال عبد الواحد صعوبة ان فيوتشر يستغنى عن اي لاعب دلوقتي يعني المفاوضات اكيد مش تبقى حاجة هينة وحاجة سهلة مع فيوتشر اللي عايز يروح لمكان بعيد فيه الكونفيدرالية الافريقية نكمل عمر فايد مدافع المكون العرب من الاسماء التي ترحض في الايام الاخيرة وبدأ النادي لالف التحرك من اجلها لكن ادارة زياب الجبل طلبت الانتظار لنهاية الموسم خصوصا وانها تلقت وعدا من احد وكلاء اللاعبين بجلب عرض اوروبي لللاعب في نهاية الموسم كما ان شوق غريب المديل الفني المكون العرب يرفض رحيله في منتصف الموسم خد بالك انه ده واحد من اهم المواهب اللي موجودة في الدوري المصري انا بتكلم على عمر فايد لاعب المكون العرب اللي بصراح هو الاهلي عايزه مالك عايزه في برماته عايزه كل الانديه عايزاه وعمر فايد تحديد بس نفسه يطلع اوروبا المكون العرب دايما خلاص حسسنا ان اللاعبها بتطلع من عنده تطلع من عنده على اوروبا زي محمد صلاح والني عايزين نكرر المدافع ده جامد جدا جامد جدا جامد جدا كموهبة منتظرة ممكن تعمل حاجة كويسة انه هو ملامحه حلوة البوادر حلوة مش بقول انه هو نجم النجوم لسه خبرات طبعا وشغلي كتير بس هو مبشر جدا جدا يعني نكمل خامسا ابراهيم عادل لعب برامدز من الاسماء التي يريد النادي الاهلي ضمعه في الانتقرات الشتوية الجارية وتمسك مسؤولي النادي الاهلي بوجوده الا ان ادارة الاهلي لم تتفاوض مع برامدز بخصوص الصفقة حتى الان وفضلت الانتظار لنهاية الموسم ده براهيم عادل الى الا لا يستنى لنهاية الموسم يتكلم بعد برامدز سادسا تم عرض بعض الفيديوهات على السويسر مرسل كولر المدير الفني للفريق للاعب سموحة صديق جولة لكن كولر طلب الانتظار لنهاية الموسم لحسب مصيره خصوصا انه لم ينال اعجابه بشكل كامل بالمناسبة هو لعب كويس لعب كويس كويس في سموحة سابعا خلال ايام الاخيرة تم ترشيح الافوري جان فيليب مهاجم سادسان الفرنسي وبالفعل ابدا كولر اعجابه باللاعب وطلب ضمه لكن الازمة كانت في الطلبات المادية للفريق الفرنسي حيث طلب الحصول على 3 ملايين يورو وتعمل ادارة الحمراء على تقليل المبلغ في الوقت الحالي رقم كبير جدا والمهاجم ده مهاجم كويس سامنا بالنسبة للعبين الذين سيتم اعراتهم السلاسي عمار حمدي ومحمد فخري ومحمد محمود هم الاقرب او هم الاقرب للرحيل حيث تلقى عمار ثلاثة عروض من الاتحاد سكنداري واسموحة والمصري فيما تلقى فخري عرضة من الاتحاد سكنداري بينما يريد فيوتشر ضم محمد محمود التلاثة جمدين جدا يعني التلاثة يبقى مكسب لأي نادي هيرحوه ده الوضع بالنسبة للنادي الاهلي نروح عبر سكايب مع الصحفي البرتغالي برونو فرنانس واحد من الصحفين المهمين جدا بجديد ريكورد البرتغالية هتكلمنا عن فشل صفقة يعقوبه مع النادي الاهلي إلا حصل إلا خلا يعقوبه ما يكملش مع النادي الاهلي حراكم عارفين طبعا معلومات عن الاصابة والكشف الطبي وخلافه بس إلا اللي خلاه أو إلا اللي وصل المرحلة دي هل هو فعلا عنده اصابة منعه أنه يلعب مع النادي الاهلي عنده اصابة منعه من إتمام التعاقضة والأهلي خلاص أعلم إنه صارى في النظر عن هذه الصفقة ولكن برونو معا كثير من التفاصيل صحفي بجريدة ريكورد البرتغالية الشهيرة يا فندم صباح الخير مشرفنا ومنورنا برنامج رقم 10 على التلفزيون المصري الله عباك سهلا صباح الخير مشرفنا ومنورنا معلوماتك ايه عن فشل هذه الصفقة في النادي الاهلي الاسباب اللي قدت لي فشل هذه الصفقة هل هو فعلا كان يعاني من اصابة مزمنة اه خليته ما يبقاش موجود او اصابة او تكرار للاصابات ممكن تخليه موجود مش موجود مع النادي الاهلي في الفترة اللي جاية طبعا ده شرف لان انا اتكلم معاكم المعلومات اللي عندي ان يعقوب لما راح لمصر هو كان خلاص بيكلم في اخر العقل ان هو يخلص العقل ودخل على فعلا الفحوصات الطبية بس فعلا ان هو اتضح ان هو عنده مشكلة في الركبة وان الركبة حصل فيها مرتين عمليات والاهلي فعلا صرف النظر لان الاصابة فعلا قوية وطلبنا اكتر من طلبوا اكتر من فحوصات وبعد كده بدأوا يكلموا في الماديات وقالوا ان المطلوب في العيد ده مبلغ كبير جدا بس طبعا قالوا هنخلي الكلام في العقد او الكلام في التعاقد معه هنستيبه لحد اخر الموسم وطبعا هو ممكن فعلا كان يعمل فرق مع الفرقة بس نقول نحن نسيقالوا ان هم هيسيبوا الكلام دلوقتي في ان هم يتعاقدوا معه لحد اخر الموسم علشان يبقى هو استشفى علشان يقدر يساعد الفرقة بطريقة مصبوطة طبعا هو كان متحمس جدا ان هو يدخل الاهلي وكان متحمس جدا للتعاقد والناس كلها كانت بتبص على العقد دوته بتبص على ان هو يروح يلعب واحد من احسن الفرق في افريقيا وده طبعا كان هيزود لمشواره الكروي وطبعا بدأ يعني طبعا بدأ للاستيقى ان هو بعد الفحص الطبي زهرت زهرت الاصابة وان هو مش هيدر يلعب في الاهلي واتقال ان هو يعني هو زهل ادائي جدا ان هو مش هيدر حتى يلعب من الجزء الثاني من الدوري وقال خلاص اوكي هنشوف احنا نعمل ايه طب الاهلي حاول بعدك ان هو يستعيروا لمدة ست شهور بس ده لم يلاقي اي اعجاب من اللعيب لان ده ما كانش هيساعده كويس جدا لان هو كان ما كانش هيساعده في في مشواره فدلوقتي في الوقت دوات الاهلي ما بقاش بيفكر بالتفكير جدي ان هو يتعاقد مع اللعب طيب الموقف بالنسبة للنادي بقى النادي ريو افي موقفه ايه من عودة اللاعب ليه مرة اخرى عزيز راح لاعب الماتشنت تاع النهاردة بس هو كان بقلوس اسبوع كان في مصر بس دلوقتي هو النهاردة هو دخل دخل اللاعب بتاعته الاولية وكان في الستاد ودلوقتي هو هيرجع البرتغال علشان النادي بتاعه يستابلوا تاني ويلعب تاني بس طبعا دلوقتي الدنيا هتبقى صعبة شوية ان هما يغدوا القرار هل هو هيدخل يلعب ولا لأ بس في اكتر من نادي تانيين بيقدموا عروض للعيب منهم اكتر من نادي في روسيا بس افضل افضل نادي كان فيه كان مقدم عقد هو كان الاهلي وبعدين اتقال خلاص ان هو هيدساب شوية او هيدولوا وقت شوية لحد ما يرجع تاني للفورمة علشان يقدر يدخل النادي بس فيه اكتر من نادي تاني مقدمين العروض وطبعا في خلال الفترة بتاعته او في خلال الدوري دلوقتي مع الفرقة بتاعته في البرتغال هو جاب 8 اجوان عمل اكتر من نادي اجوانين فطبعا دلوقتي فيه اكتر من عرض متقدمين له واحنا لسه مستنيين الاجابة او الرد من النادي بتاعه برونو فريتاس صحفي بجريدة ريكورد البرتغالية انا بشكرك شكرا جزيلا هذه المداخلة الصحيفة الانفرضت بخبر تراجع النادي الاهلي عن التعاقد مع اللاعب ياكوبو اللي كان من المنتظر ان ينضم للنادي الاهلي في فترة الانتقالات الحالية انا بشكرك شكرا جزيلا ده الاهلي كل التفاصيله ها نروح لنادي الزمالك اللي محدش حاسس بيه هتقول لي ايه محدش حاسس بيه الزمالك شغال الناس عمات تسأل لو الزمالك مش يجيب صفقات الزمالك مش يجيب لعيبة الزمالك ما عندوش الزمالك شغال وبيسأل وبيتكلم وبيشوف احتياجاتهم مع مين مع جوزفالد وفريرة الموديل الفني للفريق طيب ازمالك بيفكر فيه بقى في فترة الانتقالات الحالية فترة الانتقالات الشتوية تعالوا نشوف اولا الزمالك بيسعى وبقوة الاستعادة المدافعه محمود علاء من الاتحاد السكنداري وقطع اعراته وذلك ردا على مفاوضات الاهلي مع مران اعطي لعب وسط الاتحاد وميل ادارة النادي السكنداري في بيع اللاعب لالفريق الاحمر خلال الانتقالات الشتوية الجراء هتده مران اعطي لأهلي تبهات بقى محمود علاء ثانيا لم يحسم الزمالك حتى الآن أمره من استعادة المدافعة ومحمود شبانة المعار لنادي سموحها وذلك رغم الأنباء الكثيرة التي تحدثت عن كرب عودة اللاعب ويأتي ذلك بسبب قيمة الشرط الجزائي في عقد الإعارة والذي سيتحمله النادي الأبيض بجانب راتب اللاعب محمود على عارض من شبانة الساعات الأخيرة شهدت مفاوضات قوية من إدارة نادي الزمالك مع سربيه كلوباترا لضم مهاجمه النجيري جون إبوكا ومزحمة النادي الأهلي على الصفقة بعد أن حول النادي الأهلي أنظره نحو اللاعب بعد صرف النظر عن التعاقد مع الغاني يعقوب ومهاجم رايو أبي البورتغال طيب حكاية جون إبوكا عشان حلالك تبقوا فاهمنا الأهلي جون إبوكا مش أولوية بالنسباله الأهلي سايب جون إبوكا كحل بديل لو تعصر النادي الأهلي في ضم مهاجم أجنبي خلال فضل الانتقالات الحالية وقبل وقبل غلق باب القيد بتاعة قائمة كأس العام الأندية فيه رأي بيقول أنه جون إبوكا لعب كويس منضمه وخلاص ده في الأهلي نضمه وحنا ليه عميني ندور برما أن ناخد جون إبوكا قدام سرمايكولوباترا عنده سرمايكولوباترا عنده استعداد سرمايكولوباترا موافق أنه يسيب جون إبوكا للنادي الأهلي مقابل 25 مليون جنيه واثنين لعيبة من الأهلي معارين لسرمايكولوباترا يعني يسيبون لهم اثنين لعيبة كمان فده العرض اللي أهلي سايبوا إيه في الدرج لحد ما شوف هعمل إيه بره نادي الزمالك شاف أن سرمايكولوباترا ما عندوش مانع يبيع جون إبوكا طب أنا كمان أخش أخش أسأل وهو فعلا مهاجم جيد مهاجم جيد إنه حيبس عند الأهلي إن الأهلي مش عايز يكرر الكسة بتاعة والتربوالية لو تفتكروا عايزينينا حنيجيب مهاجم في يناير دور 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 هات والتربوالية خلاص من الجنة عشبش هفيني جيب حد من بره بس جون إبوكا مش والتربوالية بصراحة جون إبوكا أفضل كثيرا يعني فهي مش يعني إيه الأهلي والزمالك داخلين في جون إبوكا من بعيد لبعيد كده يعني مفيش حد فيهم رمى بياضة أو رمى ورقة والحيد لوقتي بس اللي اتنين بصين ليجون إبوكا رابعا دخل نادي الزمالك أيضا في مفاوضات مع نادي البنك الأقل للتعاقد مع مهاجمه الناصر منسي في الزل الطلب البرتغالي جوزبالدو فريرة الموديل الفني التعاقد مع مهاجم جديد وناصر منسي من الصيف اللي الزمالك عايزه خمسة يبحث نادي الزمالك عن التعاقد مع سلاسة لعبين تحت السن في مراكز المهاجم والجناح والوسط المدافع شريطة أن تكون القيمة المالية للسلاسي ليست مرتفعة ولا تكلف غزينة النادي كثيرا سادسا عاد اسم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق السابق والدحيل القطري الحالية تردد داخل إدارة الكرة بالزمالك لاستعدته مرة أخرى إلا أن الأمر لم يتم حسمه بشكل نهائي خصوصا في ظل الطلبات المالية التي قد يطلبها النادي القطري لتخلي عن لعبه الزمالك يحب فرجاني ساسي وفرجاني ساسي بيحب الزمالك بس أكيد الأمور المالية مش تبقى سهلة وإن كان تعلمنا في السابق أنه كل حاجة ممكن فجأة تتحل في أي لحظة فرجاني لاعب كبير طبعا طبعا ما زالت صفقة انتقال عبدالله سعيد إلى الزمالك يحيط بها الغموط حتى الآن رغم أن النادي الزمالك يرغب في ضم اللاعب وعبدالله نفسه يريد الانتقال للنادي الأبيض إلا أن مسؤول ببيرامدز يرفضون رحيله خصوصا بعد التعاقد مع المدرب البرتغالي جيم باشيكو خلفا لليوناني تاكيس جونيوس اللي كان عنده مشاكل مع عبدالله السعيد وخلاص مش عبدالله بقى سامنا بالنسبة اللعابين الذين سيرحلون عن الزمالك يأتي يوسف أوباما في مقدمتهم والأقرب انتقاله إلى الدوري السعودي كما سمحت إدارة النادي الأبيض برحيل اللعب الشاب محمد طارق في ظل تلقي اللعب عروضا من أسوان وحرس الحدود فيما سيتم إعارض سيف فاروق عفر بعد أن تم تجديد تعاقده وذلك لاكتساب خبرات المشاركة بشكل مستمر ده ما يدور داخل نادي الزمالك في فترة الانتقالات الحالية فترة الانتقالات الشتوية طيب بتعرفين حكاية كهرباء والقصة بتاعات كهرباء هيلعب كهرباء لما تخلص إقافه ولا مش هيلعب حكاية إيه بص بقى اتحاد الكرة بيرفض حسن معلوماتنا السماح لمحمود كهرباء لعب النادي الأهلي أنه يشارك مع فريقه في الدوري بعد يوم 11 يناير الموعد المحدد لانتهاء إقاف أو انتهاء فترة إقاف كهرباء من قبل الفيفا في إطار أزمته مع نادي الزمالك اتحاد الكرة من آخر بيقول مش هيشارك اللي لما الاتحاد الدولي الفيفا يبعث لي يقول لي آه ينفع يشارك أو لسه ما سددش الغلامة بس ينفع يشارك غير كده مش هيشارك ده اللي بيحصل في اتحاد الكرة حالياً وده الوضع بالنسبة لاتحاد الكرة في موضوع كهرباء عشان الناس كما تسأل هو يلعب 11 فبراير ولا مش هيلعب 11 فبراير هيلعب ولا مش هيلعب الوضع ايه؟ الوضع كما هو في النادي الأهلي بالنسبة لكهرباء ونادي الزمالك طيب معنا عبر الهاتف الآن واحد من أهم نجوم الكرة المصرية الاسم الكبير كابتن عبدالزاهر الساء المدير رياضي بنادي فيوتشان نهنين نهاردة على الفوز الصعب جداً على السلامية كلباطرة 3-2 في مبركة يتموسيرة جداً يا كابتن عبدالزاهر مشرف ومنور كالعادة ربنا خليك كريم حبيبي متشكل جداً حبيبي متشكل جداً الفوز النهاردة صعب وصقيل أمام فريق صعب وصقيل جداً أه طبعاً كنا بنلاقي فرقة صعبة سكواد هائل جداً ومدير فني كويس جداً وعندهم طموح وكنا بذكرينهم كويس كابتن علي كان محفظ للعيدة وكل الأهداف اللي جاءت دي كانت معمولة في التمرين ومتحفظة لكن الحمد لله بالعالمين يعني بقول يعني بحايل فرقة وبهاني الإدارة وكابتن علي مير وجهاز وكل الناس اللي موجودة في نادي لأن فعلاً عنص الفوز عندنا كان هو أهم حاجة لأننا الأسبوع اللي فات وكنا بالله بشموحة وكنا لو كسدنا كنا ناخد مركز تاني وراحت مننا وده ربنا بدينا المركز التاني التاني فيعني كنا متحفظين نحن لازم نجيب المركز التاني ففضل من ربنا سبحانه وتعالى ونشك ربنا عليه والحمد لله رب العالمين يعني بركة صعبة جداً بس مباراة ممتعة صراحة من بركة يعني ممتعة جداً إحنا استمتعنا إحنا كده كده استمتعنا إنت أكيد إنت أكيد مستمتع إنت على عصابك في المباراة إحنا استمتعنا الماضي عمال يروحوا ييجي يروحوا ييجي يعني إصرار اللعبة من جوة بحياء عليهم جداً إنهم ما تهزوش في أي فترة من الفترات وكانوا مصممين جداً عن الفوز يعني في الشوت التاني في فوقت اللبس كانت اللعبة عندها السكة وكابتن علي كان عنده سكة كبيرة جداً لأننا مش هنطلع عن مبارات ده اللي احنا فايزين مع أننا مغلوبين يعني اتنين واحد لكن بحد ذاته وانت خدت هدفك مباراة لأن لازم تبقى في المنافسة على طول لازم تبقى دايماً حاطت نفسك في المنافسة على طول صح وبتذاكر ماتش ماتش ويبقى عندك الماتش ده أهل ماتش في الدوري كل ماتش أهل ماتش في الدوري صح أنا بقول إن في في كده ماتشات بتبقى محطات في مستقبل الفرقة مضمو هو الماتش ده منهم والماتش اللي جاي أصعب طبعاً مع بيرامات فالمحطات دي هي اللي بتحطك على الطريق السليم وهي اللي بتتوق تعبك وهي اللي بتحطك في في زي ما بقول بنقول كده في قط اللبس أنت مع الناس الكبار صح خليك دايماً مع الكبير خليك دايماً بتبقى بتلعب مع الكبير بتنفس مع الأهل والزمال الكبير حاجة حلوة وحاجة مخرفة الصراحة عظيم الواحد فخور جداً إن هو شغال في المكان ده الصراحة كابتن عبد الزهار اللعبة دلوقت بتجري وابتكتاد ده عاملوا مطش رجولي جداً النهاردة أنا عارف إن أنت من برة في الشهر ده بتعمل مجهود أكبر من اللعبة بتعمله في الملعب موضوع الصفقات والانتقالات واللعبة اللي محتاجها فيوتشر أنا عارف إن أنت ما بتقولش أسماء إلا ما يتم الإعلان رسمياً أنا بحترم جداً فيك ده وبحترم في إدارة فيوتشر بس أنتو العدد اللي أنتو عايزينه في فاطل الانتقالات الشتوية عدد اللاعبين الملاكز المعينة اللي أنتو عايزينها دون تحديد أسماء كم عدد يا كابتن عبزار؟ والله يا كريم أنا يعني من يوم ما اشتغلت في الناس ده أريح أيام حياتي هي الفترة دي والله يعني آه الحمد لله إحنا عندنا سكوات الحمد لله عريض جداً عندنا في كل مكان واحد واثنين وتلائتة والحمد لله كلهم أحسن من بعض كلهم على مسافة واحدة من بعض لو أصدقني أنه فعلاً فعلاً إحنا في الفترة دي يعني لو قلت لك واحد أو اثنين مش تسدق يعني ده لو حصل ما حصلش خلاص آه يا توسد توسد تقولي لو واحد أو اثنين لقنا واحد أو اثنين أفضل من الموجودين ممكن نجيبهم لو ما فيش أفضل يبقى مش نجيب إحنا كويسين اللي معنا مثلاً لو في حد صغير في السن ده يبقى في المستقبل ممكن نستعمله في الحاجات ده كلها بس في عدية الأمور لأن إحنا إحنا راضيين بالسكوات ده والصراحة يعني كلهم كويسين كلهم ما تقدرش تقول عليهم حاجة وكله لعب ومشرفين النادي وناس تلعب بإخلاص كبير جداً وكمان في أفروكة ماشيين كويس ففي حد ذاته إحنا مش محتاجين أي حد في أي مركز من المراكز طيب محمد محمد محمود من اللاعبين المتاحين للقارة وبحسب مقارة النادي الأهلي هل فيوتشب من الأندية المهتمة بمحمد محمود ولا ما عندكمش اهتمام به لو قلت لك إحنا كانت فكرينا بس في المماركز ده لسه ما عندناش مع الإدارة لو أنا والكابتين علي لسه الإدارة ما عندش معانا تشوف احتياجاتنا ايه أو إحنا مثلاً إحنا محتاجين ايه أو في حد جاي أو محدش جاي طبعاً محمد محمود لعب كبير ولعب مهم جداً لأي فرقة يروحها ويزودها وشخصية ولعب في بليميكر عن نصف ملعب يعني يشرف أي حد لكن بجد إحنا لسه ما عندناش مع الإدارة أنا والكابتين علي وفي ذل أيام يعني طيب آخر حاجة هل في لعبها ممكن تخرج من فيوتشر في يناير ولا ما فيش لعبها تخرج اللعبة اللي هتخرج هي معروفة جداً لنا يعني لسه بس هم مش معروفين يعني اللعبة الصغيرة عايزينها تلعب إن هو هيكون إن هو يكون موجود في المرعب ده هيبقى فرص صعب آآ آآ تقصد اللي هو مش من القوامل الأساسي يعني القوامل الأساسي اللي هو مثلا زي عمر كامل عبدالواحد وريضا بوبو والأسماء اللي مطروحة في الميديا آآ دول مش مهمين عندنا فعلا لا دول اللي مش هيمشوا أنا بقولك من القوامل الأساسي اللي مش هيمشوا أنا فهمت صح آآ حتى لو كلام موجود في الإعلام أنا لو مكان إدارة فيوتش هيبقى من الصعوبة مكان إن أنا قدرس تنر طبعا كل واحد وليه فكره يعني وقدتك إدارة لازم تفكر مئة مرة عشان سيب حد لازم تفكر مئة مرة وتجيبي البديل بتاعه كمان ده الشيء المهم جدا اتنين أنا هادراب لك مثال يعني إحنا مثلا إحنا مثلا عندنا سردباكات مثلا عندنا أربعة يعني من أهم سردباكات في مصر مرعي وستعده ورزقه وعلي الفيل الأربعة لعبهم الأربعة لعبهم يعني الأربعة لعبهم مواجدين حمد النهاردة بقاله مطشين جنش مريح شوية من الإصابة موجود عندك جونسون على طول شغال الباك رايت باسم لعب وشام حفظ لعب وعمر كمان لعبت في الحتة دي طب قدام هتجيب مين عندك عامل الصفاكس وفاروق رجع من الإصابة وموجوده عمر راس الحربة عندك عمر السعيد مروان أحمد عاطف راجع إن شاء الله الإصابة من الإصابة وحاج يباري أصلا سيروت فعلي أنت كنص ملعب عندك مهند ونزبت وغنام طب ناصر مهر راجع وقت للفرقة بشكل كبير جدا هو ورده الحمد لله رب العالمين شغال بشكل كويس يعني قصد إنه عندنا الحمد لله في كل مكان واحد اثنين وثلاثة صح واربعة كمان آه واربعة كمان واربعة حتة كمان فيه أربعة فإحنا شغالين اشتغلنا الحمد لله في أول السنة كويس جدا عشان عملية إن أنت بتلعب أربع بطولات واربع بطولات مهمين جدا شخصيا اللي إحنا كدوري أو كاس الرابطة أو كاس مصر أو البطولة الأفريقية كلهم مهمين اللي إحنا بنعافر ونشتغل ونجتغل جدا إن أنت ممكن ربنا يكرمك بأي بطولة من البطولات اللي موودة دي تتوج التعب اللي إحنا عامين صحية كابتن الكبير كابتن عبدالزاري السقا المدير رياضي بنادي فيوتشرا أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة طيب أحب أنا فيوتشرا بصراحة فإنها مش بشكل كويس يجيبوا اللعيبات اللي محتاجينهم بس عندهم استقرار فني مدرب موجود من ساعة ما اعتلعوا الدوري الممتاز كابتن عبدالزاري السقا مدير رياضي من ساعة ما تلعوا الدوري الممتاز مش تغيلات وخلاص مش لعيبة تمشي وتيجي وخلاص مشين بشكل منظم جدا احترم الناس اللي بيشتغلوا بشكل منظم طيب مجلس دارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام قرر انه يعقد جلسة مع الانجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام يوم لتنين اللي جاي ليه بقى الجلسة دي في اتحاد الكرة عايزين يعودوا مع كلاتنبرج انا هلالكم بالبلد كده مش هقول لكم الخبر نصا يعني عايزين يعودوا مع كلاتنبرج يا عم كلاتنبرج احنا جايبينك عشان تطور الحكام جايبينك عشان الاخطاء تقل الاخطاء زي ما هي واحيانا بتزيد طيب انت ايه مشاكلك انت محتاج ايه عشان نطور انت ايه لناقص عندك احنا زي ممكن نساعد هو عموما جاي من اجازته الاجازة بتاعة الكريسماس خلال 48 ساعة كنتوا عارفين طبعا لو كانوا اخد اجازة قبلها بتاعة التحليل كاس العالم الشهر بتاعة كاس العالم ورغم كده ورغم ان حتى لو كلامي يبدو انه فيه اسقاطات على الاجازات انا محبش طبعا راجل جاي فينا عايزين يقعد معنا شوية بس رغم كده رغم كده اتمنى ان اتحاد الكرة يساعد كلاتنبرج ان التجربة دي تنجح كلاتنبرج يساعدنا انه ينجح التجربة ديت عشان احنا محتاجين فعلا وجه جديد وجه اجنابي احنا جربنا كل الوجوه المصري مع كل اللي احترام ليهم كل اللي احترام كلهم اسمها محترمة وها كبيرة بس كل حاجة ما مشتش كويس فعايزين كلاتنبرج ده ينجح عشان التجربة اللي احنا قلنا لعله وعسى تخلينا نتحل شوية مشاكل التحكيم تتحل لعله وعسى هلوكو خبر في 3 ثواني 3 ثواني على طول كده وباكده اروح لدفع على طول نهار ده النادي الاسماعيلي غرم صالح جمعة 100 ألف جنيه وتم احالته للتحقيق عشان بيغيب عن المران بدون اذن قبل مباراة حرس الحدود المران الختامش يا سيد يا مشجع يا جميل يا محترم انت قريت الخبر ده كم مرة عن صالح جمعة في كل الاندال اللي اعب فيها انا بصراحة كان دايما دايما بيبقى عندي شوية تعاطف مع صالح جمعة مع موهبة صالح جمعة مع محاولات مش حقيقية لصالح جمعة انه يرجع تاني يرجع يلعب ويمتعنا ويفيدنا ويفيد منتخب مصر بس اللي زي صالح جمعة انا شفت زيه كتير هنبدل نقول كلام انش لا لازم نساعده لازم نوقف معاه الايام اللي فادت دي كانت صعبة رجل خلاص داخل على تلاتين سنة واحدة تلاتين سنة ولمعملش اي حاجة تلاتين سنة وزي ما هو نفس الكلام نفس الغرمات ونفس المشاكل ونفس التغيبات عن المران ونفس الازمات هو 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 ما فيش حاجة بتتغير العادي بتاع اي شخص انه لما بيكبر سنة ورا سنة ورا سنة بينضج بيبدأ يفكر بطريقة معينة بيحس ان العمر بيجري فيه في الكورة عشان العمر في الكورة قليل فابدأ اركز ما فيش بقى خالص فعني غريب والله انا مش مسأل انا وانا بقرى الخبر النهاردة ده بجد ده مستحيل يعني لزي صالح جمعة ده لو التمرين الساعة عشر الصبح انا هروح من الساعة ستة الصبح لو وزني انتوا عايزين مش عايير فيه انا هخليه وزني مثالي لو عايزين نجري تمانين كيلو في الملعب اجري انا عايز ارجع انا لو ما كانه عشان انا ضع مني عمره عالفاضي كتير وانا اللي قصرت فيه فيقصر تاني لا ما هي بقى اكيد ما فيش فايدة بقى اكيد الاسماعيلي خسرا في الصفقة دي بصراحة يوم الحد بعد ساعة ان شاء الله في الدوري المصري الممتاز الجولة 12 حرص الحدود هيواجه الاسماعيلي الساعة 3 الاربع والبنك الاهلي هيواجه اسوان في نفس الموعد وسموح هيواجه فاركو الساعة 7 وفي نفس التوقيت طلاعي الجيش هيواجه المكولون العرب ده في الدوري المصري في الدولة الاسباني الميرية هيواجه ريال سويسداد في السالسة عصرا نوراي بايكانو هيواجه ريال بيتيس الساعة 5 وربع اشبالية في مواجهة ختافي الساعة 7 ونص والمواجهة الاخبر في اليوم ده في الدوري الاسباني مواجهة اتليتكو مدريد مع برشيرونا الساعة 10 مساء في الدوري الايطالي لاتسو هيواجه مبولي في الرابعة عصرا وسامبوداريا هيواجه نابولي في السابعة مساء ومواجهة كبيرة تجمع ميلا مع ايه اس روما الساعة 10 الا ربع بعد الفاصل كلام كتير بقى عن الصفقات وعن اللعيبة وكواليس حقيقي حضراتكم هتسمعوها لأول مرة مع محللنا في رقم 10 محمد جمال خليكم معنا اعلم بحضراتكم مرة اخرى هذه الفقرة يشرفني ويناورني فيها الصديق العزيز خلاص يعني يا صاحب ما كان زي ما قلتلكم مابل كده ومبقى شضيف جيمي محمد جمال محلل رقم 10 جيمي مشرف وحشني جدا انا مبسوط انك موجود وان انا موجود معاك النهاردة وعودون احمد تأخبرك يا رب كل حل جيمي قبل ما ندخل هاتول قال لي انا شايل لك انفراد لطيف قوي والانفراد يخص يعقوبه الانفراد يخص يمين يعقوبه الصفقة اللي كان من المفترض انه الاهل يضمها لكن الكشف الطبي خلى النادي الاهل يتراجع عن هذه الصفقة الانفراد عندك واستاذ جيمي عشان نبدأ كده مش بالتدريج عزيزي عقوبه واحد من اللعيبة المميزة جدا الاهل يحطها وتكلم معاها الفترة اللي فاتت قبل ما ييجي يعقوب وقبل ما ينتهي المفاوضات لمدة شهر تابع اللعيب كويس تابع اللعيب ومرضوده خلال الفترة اللي فاتت حتى بعد الاصابة اللي هنتكلم عليها وده الانفراد هي ايه الاصابة وهل اللعيب كان مصاب فعلا ويه المشكلة وإيه اللي خل دكتور حمان أبو عبل أوصى بأنه الاهل يتراجع خطوطين ثلاثة الوراء وبعدين يخش في انفاوضة اعراء وبعدين يصرف في النظر تماما عزيزي عقوبه كان مقتنى بكولر تماما هو لعيب بوكس لعيب أرقامه ميازة جدا مشتغل بريجليل اتنين معدلات تسجيله مقارنة بالأهداف المتوقع بتاعت عزيزي عقوبه أهدافه المتوقع في المباراة اللي لعبها الموسم الحالي وبالمناسبة هو غاب عمبارة واحدة لريو آفي من ضمن سبعتاشر مباراة الموسم الحالي لعب كل المباراة بأفرج اتنين وسبعين دقيقة يعني الراجل بيلعب كل المباراة بمعدل عالي جدا فبنتكلم على لعيب سليم تماما من ناحية الفنية معدلات تسجيله هو الطبية عشان يلعب هو طبية كويس طبعا بس انت هتقول لي ليه بقى هو دم ترجع ايه بقى اللي حصل تفصيل ايام يعني معنا نبتلي دي صور توضيحية طبعا نجيب الاول صورة اللعيب بس في العملية اللي عملها بعد الاصابة مع ريو آفي لان العملية دي غيبته سنة وشاري لا لا نرجع لصورة اللعيب الاول قبل ما نروح لدي في صورة في صورة للعيب نحطها وبعدين صورة اللعيب بعد عمل العملية على طول وبعدين هنروح نقول للناس المشكلة كانت فين بالزبط وإيه التقرير يتقدم بالزبط وإيه اللي قال دكتور رحمة وعب لكابت محمود الخطيب وقصب باللجنة الطبية لان النادي الاهلي دي يوم الاصابة بتاعت اللاعب يعقوب مع ريو آفي كم سيات كم؟ 2019 بعد ما اصيب عزيز قعد سنة وشهرين اصابة كانت قطع في الرباط الصليبي ودي اللي بعدته فترة طويلة جدا وهنقول انه المشكلة دي ما أثرتش عليه لانه سنتين ونص بيلعب باستمرارية وبالمناسبة هو معدل مشاركته من بعد الاصابة حتى هذه اللحظة مش بس الموسم الحالي من بعد الاصابة حتى هذه اللحظة سبعين دقيقة في المباراة من كل مبارايات الفرق اللي العب لها فهو راجل بيشترك باستمرار لمدة سنتين ونص نروح بقى بعد كده للصورة هاتلي الصورة مش الصورة اللي زهرت الصورة اللي بعدها على طول اللي فيها الرباط الأمامي الراجل ده كان عنده قطعة كريمة عشان اقول الاصابة كانت إيه اللي بعدها ونرجع لديه صورة اللي بعدها كريم عزيزي عكوبو كان عنده قطعة في بص ده ده الرباط نفسه شكل الرجبة لما الرباط ده الرباط السليم ده الرباط لما بيحصل فيه قطعة شايف القطعة اللي فوق اللي باللون الموف ده كريم من فوق ده حصل كده قطعة في الرباط روح لي تاني للسورة اللي بعدها يلا بينا بصة كريم ده شكل القطع في الرباط الصليبي الأمامي اللي على اليمين دي دي الإصابة اللي جات عزيزي عقوبه في القدم اليسرى قطع في الرباط الصليبي الأمامي لللاعب لأن أغلب لعبت الكورة الإصابة بتجيلهم في الرباط الصليبي الأمامي مش الخلف القطع بيحصل في حاجتين يا في الرباط الصليبي الأمامي يا في الخلف حلو حلو أنا أول ما نشوف السور دي بصراحة اللون الأحمر ده عشان أنا بحب أشرح لأستاذ المشاهدين ده الرباط الصليبي الأمامي الجري أو الرباط اللي في الخلف ده الرباط الصليبي الخلف الرباط الصليبي الخلف فهو في قطع هنا في الغالب أحيانا بيحصل إصابة لأطر الرباط الصليبي الخلف لكن معظم لعب الكورة بيحصل لهم في الأمامي فاللعب حصل له الإصابة في قطع في الرباط الصليبي الأمامي للقدم اليسرى فلما بيجي اللعيب يتعافى بقى كريم هنا ده شكل الرجبة بعد ما بيحصل عملية التورم وبعدها الطبيب بيعرف على طول ان اللعيب عنده إصابة في القدم دي وبعدها بتعامل الأشعة الرنين ويتعرفوا عنده مشكلة يروح تاني اللي بعدها ولازم دي لأن الناس في أوقات كتير بتنتظر بعد الإصابة زي ما حصل في قصة كريم فؤاد بتنتظر أيام لازم الورم ينزل وبعدها يبتل يتعامل للرنين لأن الورم ده بيأثر على نتيجة الأشعة اللي بعده عشان بس هذا المشادي اللي بيفرجوا علينا هو الميزة إن جيمي هو محل الكرة جامد جدا وراجل الدكتور أصلا فعشان برضو إيه الناس هو بتتفرج هتبدأ تقول إيه يا عم إنت بتاع الكرة عملت شرح لنا في الطب لإيه فهو الميزة دلوقتي في الحالة اللي إحنا فيها دي إن إحنا معنا حاجة سوبر جدا معنا محل الكرة بيتكلم عن الصفقة وبيقول الأخبار عنها وبيشرحها طبيا إيه هي قصة الراجل بس عشان حبيبكي من ناس نجي هنا ده شكل العملية كريم لما بتيجي بتعامل عملية الروباط الصليبي ده شكل العملية بتتربط بيرجع الروباط تاني يتربط بالشكل ده علشان نرجع نبنيه تاني بياخد وقت عشان يبنيه عشان كده اللعيب بيقعد في راحة سلبية تامة لمدة 3 شهور لأربعة على الأقل قبل ما يبتلي عملية التأهيل ده شكل بتاع عملية هو قفل الصورة دي سبتها شوية يعادة بناء الروباط الصليبي الأمامي بيتعامل حزمتين اللي هما باللون الأصفر والأحمر ده وافضل رابط الروباط لحد ما يلتحم الروباط تاني ويلتأم الإصابة والقطع اللي يجي في الروباط إيه بقى الإصابة اللي كانت عندي عقوب وكان لازم نشرح ده علشان نفهم الناس اللي احنا نقوله ده الروباط بقى بتاعت عقوبه لما جي لم لم تماما فتيجي تعمله إما رآي أو أشاعة رانين مغناطيسي تلاقي الروباط بتاع اللعيب سليم زي الفل فاللعيب بيتجاوز الكشف الطبي وبتطلب منه أي حاجة بيعملها كده الكشف الطبي الأول كان اللي في البرتغال تجاوزه فيه ثلاثة تعملوا اللي في البرتغال تجاوزه اللي في القاهرة تجاوزه لكن الأشعة لما شافت الدكتور أحمد أبو عبل اللي كان لسه جاي من النمسا مع أكرم توفيق ومع مصطفى شبير طلب إعادة كشف تاني على القدم المصابة القدم اليسرى بزوايا أكتر وضوحا سواء أشعة رانين أو أشعة مقطعية على القدم لقى إيه بقى لقى إنه ده بيعمل ريتيكل يعني بيعمل حاجة زي الندبة أو السكار لما بتيجي أنت واحد يتعور ويعمل غرز بيبان في إيدك وتبقى إيدك سليمة لكن بينة في الإيد ده بيعمل إيه بعد كده هو اللاعب سليم تماما لكن البروبابيليتي أو احتمالية احتمالية إصابة القدم دي بتزيد عن القدم السليمة ترجع تسألني تاني فتقولي بمنتهى البساطة هل اللعيب ده هل اللعيب ده كان سليم مليون في المئة هل اللعيب لعب لمدة سنتين ونص هو مصاب مستحيل لو هو مستسليم في المئة ما يلعبش سنتين ونص بالمعدلات دي ومباراية دي لكن إدارة النادي الأهل وحرصا وده اللي حصل مع جلال الدين مشاريبوف في القصة بتاعت النادي النصر السعودي لما النادي أهل خناستقدمه في الانتقالات الصيفية وبعد ما خلص كل حاجة في الكشف الطبي اكتشف ده فلاقى أن احتمالية إصابته بمشاكل في الظهر كان نفس المشكلة احتمالية عالية ده اللي خلل النادي الأهل تراجع خطوتين اللي ورا وده التقرير بالزبط اللي قدمه دكتور أحمد أبو عبلا بعد ما قاعد مع اللجنة الطبية ودكتور محمد شوقي والناس في المستشفى دون ذكر اسم المستشفى يعني الناس في المستشفى قاعد معهم وده اللي استقروا عليك كونسولتو أن الراجل سليم وده اللي تبلغ به لكن احتمالية أن الراجل يتصاب في القدم دي مرة تانية لأو أن الالاستيستي أو المرونة بتاعة الأربطة مستحيل تبقى زي القدم السليمة فاحتمالية إصابته في القدم دي وارد إنها هتكون أزياد شوية فالنادي الأهل يقصر السلامة وما خدش الرزق لكن هتيجي تسألني اللعيب اللعيب كان سليم لكن هتيجي تسألني النادي الأهل يعمل إيه أنا شايف النادي الأهل يعملوا هو الصواب لأنه لعيب هدفع في 2.5 مليون دولار لازم يكون معافة مليون في المية وإلا كانت الأمور أتوأ صعبة جدا أنا مع النادي الأهل جدا طبعا التطقيق وإنه بتعمل المرة التانية يا كريم في فترتين انت قالات مرة مع جلال الدين مشاريبوف ومرة مع عزيزي عقوبو تحية لإدارة الطبية في النادي الأهل ومجلس إدارة النادي الأهل ولجن التعاقد إحنا لسا مكملين مع حضركم بعد هذا الانفراد من محمد جمال انفراد مهم جدا تفاصيل الطبية دقيقة جدا هي اللي سببت رحيل أو عدم إتمام تعاقد النادي الأهل مع يعقوبو اللاعب اللي كان هيفيد النادي الأهل جدا هجوميا في الفترة اللي جاي بس النادي الأهل شاف إنه ما ياخدش مخاطرة في اللاعبين ممكن يصابه سريعا وعنده أمثلة كثيرة موجودة في القايمة فهي مش ناصر نوح لفاصل وعد فاصل نواصل إن شاء الله يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى الكلام بقى الفترة أو الساعات اللي فاتت أو الأيام الأوليلة اللي فاتت كان على الاسم الأبرز في سول انتقالات حالية سول انتقالات الشتوية كان مرة أنا أعطيها لعب الاتحاد أسكندري هيروح الأهلي هيروح الزمالك ولا هيروح بيراميد إيه هي مقوماته الفنية إيه هو الإضافة اللي ممكن يضفها للنادي اللي هيروح له حتى هذه اللحظة هو أقرب للنادي الأهلي عنه أي نادي آخر بس طبعا الساعات اللي جاية لسه ما نعرفش ممكن يحصل فيها مفاجآت عاملة إزاي عندك مفاجآت أو عندك معلومات؟ آه مرة أنا أعطيها كانت المباراة الودعية بالنسبة له النهاردة عمام النادي المصري مرة أنا أعطيها وبعد الاتفاق اللي تم ما بين إدارة النادي الأهلي وإدارة نادي التحاد سكندري لسه محمد سلامة ورئيس النادي الحاجة محمد مصلحي أمس أن المباراة المصرية هتكون المباراة الأخيرة علشان تحية من مروان للجمهور وإعترافهم بفضل جمهير التحاد سكندري عليه وأنه يكون موجود في المباراة الأخيرة مروان لم متعلقاته ويعني خلاص أعتقد أنه وصل القاهرة علشان بكرة يعمل الكشف الطبي هو في القاهرة دلوقتي هو وصل القاهرة أعتقد أنه بكرة إن شاء الرحمن يعمل الكشف الطبي لاستغنى لسه ومطلعه عشان التحاد سكندري لكن الاتفاق تم عشان تكون دقيق الاتفاق تم بين نادي أهلي خلاص 20 مليون جنيه 2 لعيبة من ضمن 5 لعيبة عرضهم عليه النادي الأهلي كل الاتفاق دي خلاص تم جدولتها ويتتم تعرض عليهم النادي الأهلي عرض 4 لعيبة عرض محمد محمود عرض عمار حمدي عرض عبد الرحمة المانو ومحمد فخري وارد العدد يرتفع لتلاتة بالمناسبة حسب رأي مانولوفيتش ورأي نادي الاتحادل سكندري بكرة من المفترض حسب الاتفاق أن يصل لاستغناء للنادي الأهلي ويتم توقيع الكشف الطبي على مروان ومن ثم حل إتمام الخطوطين دول مروان عطية سيصبح لعبا فيه النادي الأهلي ويتم عقد جالسة تصوير لمروان وارد النادي أهلي يعلن عن الصفقة بعد غد ليه بقى مروان عطية؟ طيب يعني السؤال لو الأهلي هيدوم مروان عطية أو تتم الصفقة رسمية أنت بحسب معلوماتنا ومعلوماتك أنه الاتفاق تم خلاص بين الاتحاد والنادي الأهلي لكن لسه ما فيش إعلان رسمية أو فيش صفقة رسمية من يدرش نقول رسمية دلوقتي بس ليه النادي الأهلي يفكر في مروان عطية؟ بصة كريم أولا النادي الأهلي عنده مجموعة من اللعبين في خط الوسط فيه تلاتة منهم بيلعبوا بشكل مستمر وأساسي مع مارسيل كولر هو عمر السلية حمد فتحي أليو ديانج والتلاتة ماشيون بشكل جيد جدا مع الراجل ولكن لما شرحنا كتير جدا طريقة مارسيل كولر مارسيل كولر عايز لعيب خط الوسط المتكامل يعني إيه؟ يعني لعيب بيقدر يعمل الشق الدفاعي وبيقدر يعمل الشق الهجومي بيطلع بالكرة تحت الضغط يقدر يسدد يقدر يعمل زي ما شفنا هدف أليو ديانج في مرمى أمبي وده اللي الراجل اتكلمنا معاه قبل كده في المؤتمر صحيح فأنا اتكلمت معاه بشكل شخصي بعد مباراة أمبي ومشاركا جمعني حديث معاه انه انت طلبت وحنا اتكلمنا معاه في الجزء قبل كده إلا أنا بشتغل مع ديانج ده على طول وده اللي بطلبه منه باستبرار انه يعمل الزيادة فهو عايز لعيب وورك ريت بتاعه ممتاز وده اللي خلى مروان أعطيه اللاعب المتكامل كلمة متكامل مش معلها انه افضل لعيب في كل شيء خالص لكنه لعيب يجمع ما بين الاثنين السق الدفاعي والسق الهجومي علشان كده هو سمايه مارسي الكولر بأنه أنا محتاج لعيب في البوزيشن ده لعيب متكامل يقدر يعمل الدورين دور لعيب مركز 6 ودور لعيب مركز 8 مرارة أعطيه أكسولي على الأرض هو لعيب مع كابتل حسام حسن لما تولى القيادة الفنية النادي الاتحاد في مركز 6 فترة طويلة جدا أرقام عظيمة جدا في مركز 6 يتنقل لمركز 8 مع نهاية الموسم الماضي والموسم الحالي تتنقل أرقام وتصبح أكثر تطورا مع مانوروبيتش دي الأرقام بتاعة مروان عطيها كريم الموسم الحالي بعيب بلعب في وسط الملعب رغم أنه الشراسة الهجومية النادي الاتحاد السنة دي قليلة 11 هدف فقط ورغم أن التركيز كله على المجموعة الأمامية أستن أموتو وما بلولو لكن الراجل بيصنع 8 فرص في المباريات اللي شارك بها في العشر المباريات اللي شارك بها مع الاتحاد السكندري رغم أنه لعيب خلي بالك رقم 8 فرص للعيب مركز 8 في الدوري المصري رقم كبير 2 صرع هدف وسجل هدف الموسم الحالي مع نهاية الاتحاد السكندري بص مع الأرقام دي عشان فيها أرقام مهمة أواء كريم وهنروح لها لما نيجي نجيب الحالات رقم 1 التمريرات إجمال التمريرات بتاعة مروان دقية 85% ده الطويل والقصير وده مهم جدا في العيب الوسطة الملعب لما يكون معدل التمريرات القصيرة بتاعته ده القتة 91% ده معدل عظيم 2 التمريرات الطولية بتاعته 55% آه هو مش رقم عظيم لكنه رقم جيد بالنسبة للدول المصري طبع الدولات الطولية عندنا دقية مش عظيمة وعند كل اللاعبين مليون في المية اتنين إجمال التسديات ولازم نقف عند الرقم ده كريمي في رقم تاني نقف عنده إجمال التسديات 23 تسديدة الرجل ده بيسدد أفرج من تسديدتين لتلات تسديدات في كل مباراة ده معناه في لعيبة بتقعد مباراة و 2 و 3 في مركز 8 في الدور مصر وبيسددوش أصلا صح فده الأفرج بتاعه نتكلم من تسديدين لتلاتة وهريك في الحالات بيسدد من أوضاع مختلفة ومن زوايا مختلفة بيسدد مرة و 2 و 3 وبيحاول مرة و 2 و 3 نروح لباقي الأرقام لو أنت في لقم كم مهم ما تنسوش إنه في 7 تسديدات من داخل منطقة الجزاء ده معناه إنه بيعمل وده أنا كملهول كنت سيب الرقم لبعد كده بص بقى الرقم ده كريم لعيب مركز 8 السنة دي بيلعب معه سليف و مورو فهو 8 واضح مش لعيب 6 السنة دي هو لعيب 8 لما أجي أتكلم على معدر استخلاصات أفرج 13 استخلاص في المباراة أفرج في الدور رقم عظيم جداً اللي مروانا عطيها وده بالمناسبة عشان نكون أمناء أول من نظر على اللعيب ده وطلبه في وقت من الأوقات كان جيسفالدو فريرا في نادي الزمالك أثنى على اللاعب بشدة الموسم الماضي مش الموسم الحالي ثم تبعوا راي فيتوريا عجبوا جداً مروان في بدايات الدوري الحالي وضموا المعسكر المنتخب علشان اللي أنا بقوله لك ده اللعيب اللي بيقدر يعمل الدورين اللعيب مركز 8 اللي بيقدر يعمل الدورين رقم 13 استخلاص في المباراة 130 استخلاص للكرة من اللعيب مركز 8 في الدوري المصري واحد من أفضل الأرقام اللي موجودة في الدوري المصري اللعيب يتوسط الملعب كأفرج كمان ده بيقولك سبات المستوى بتاع مروان نواصل لحد فين نروح بقى للحالات نروح للحالات عشان هوريك شاف بقى كل أرقام اللي حالي لا وعند الخسرت الكرة مرة واحدة في كل المباراة يعني ده واحدة واحدة في المباراة معانا أنه بيخسرش الكرة وبيطلع بالكرة بشكل جيد وهوريلك ده في الحالات واحدة واحدة كده هوريك هو بيضغط إزاي ولعيب مركز 8 وقبل ما نروح للحالات كريم شرحنا 100 مرة طريقة مرس الكولر عايز لعيب وسط الملعب بيضغط طول الوقت قبل ما تروح وإيه الحالات هتيجي بس عايزك بسرعة تقول ليه جزالد وفرينا فعلا كان مقتنع بي جدا وعايز يضم الزمالك في فترة اللي انتقلت حتى الصيفية صحيح ليه تعصرت هذه الصفقة تعصرت الصفقة لأنه كان في بداية الموسم الاتحاد كان فيها قوفات كبيرة جدا بسبب مشاكل في الاسكواد وكان رأس مال الاتحاد والضغط الجماهيري اللي على إدارة نادي الاتحاد السكندري إنه لا يفرط في أين من لعبيه كان هشام صلاح عنده أفر من رفض رحيله أحمل عدل ميسي كان عنده كلام مفوضات شفهاية مع النادي الأهلي رفض رحيله مروان عطية كان عنده مفوضات رفض رحيله حتى ما بلوله وجاله أكتر من العرض العربي ورفض رحيله فهو كان الباب مقفول تماما في الانتقالات الصفقة لكن الأزمة المالية اللي بيمر بها نادي الاتحاد في ظل طلبات مانوروبيتش إنه كمان مش بس الأزمة المالية أو في الرواتب لأ دا الراجل تطلب كمان أربع لخمس لاعبين في الانتقالات الشتوية عشان يقدر يكمل مع الاتحاد ففي الطبقة للأزمة المالية اللي موجودة في الاتحاد كان طبيعي جدا إنه الاتحاد يحاول إنه يستسمر في لاعب من لاعبين أيه ليه إذا مالك ما خدوش فيه نايل الزمالك ما خدوش فيه نايل الزمالك ما خدوش فيه نايل إنه نادي الاتحاد السكندر الحاجة محمد مصلحي عمل التالي قعد مع مسؤولي نادي الأهلي جالوا عرض من إدارة نادي بيرامد هو اللي كلم اللي كلم نادي الزمالك قالوا ما أنا مديكوا وعد من الصيف إنه مرارة عطية هيروح ولكن أنا عايز منكم حاجتين الحاجة الأولانية تجيوا لي رغبة من اللاعب إن اللاعب عايز يروح عندوك أو يروح أي نادي تاني لأن أنا عندي دلوقات عروض اتنين أنا ما أقدرش أبيع إلا للعرض الأعلى فلو إنتوا هتدفعوا زيكم زي أكتر عرض ومعاكوا رغبة اللاعب اللاعب يعتبروه في الزمالك ورغبة اللاعب كيف تعملون رغبة اللاعب منذ أربعة أيام ومبلغ بيها شفاهيا وكتابيا لنادي الاتحاد السكندري إنه يرغب في اللعبة للنادي الأهلي وده بالمناسبة اللي حسم الصفقة صالح النادي الأهلي نروح للحالات نروح للحالات ماشي للحالات بقى واحدة واحدة كده وهقولك إحنا بص بص هنا كده وقع رجع 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 بص رجع 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 عشان هنقربني على دي بعد كده كل اللي بعد بص كريم مروانة عطية في أي حتة من أرجاء الملعب في أي حتة من الملعب سكند بول كرة تانية في أي حتة من الملعب ضغط قطع مسارات الكرة يحضر مروانة عطية في أي وقت من الأوقات شبيه لكن عنده بعض النقاط المختلفة لأليوت يونجل في النادي الأهلي كم كم بص دخل هو داخل واخد السكند بول التصرف دايما راسه مرفوعة الناس تركز على مروانة عطية يا كريم في كل اللقاطات راسه مرفوعة عنيل فوق ما بيعابش الكرة وعلى الأرض بص يا كريم الضغط راجع فين راجع لحدود التمنتاشر بتاعته بيستخرج ويطلع بالكرة بص اللي بعده تمريرة سليمة لقدام بس ارجع تاني ارجع تاني بص يا كريم قطع مساري الكرة قلتلك أي قطع المساري الكرة في رئيات الحات سكندري واللي بيرجع الكرة بسرعة مع عامانو روبيتش دايما مراه distribute كمل كمل قطع مساري الكرة والخروج تمريرة سليمة كالعادة دايما تبص على مرفوعة عطية تمريرة سليمة بص قطع مساري الكرة تحرك يقطع الكرة ويتحرك بص يا كريم هنا بص بقى جمال الكرة دي واحدة من افضل الحالات اللي احنا جايبنا نارده لمروان بص مروان طلع من على الخط ربنامش لعيب خط بيخش بيبوش بيكمل ومع كل ده بص عظيم أسست جول او عنده ميزة في الكام حلقة او في اللي شفته في الدولة بصراحة ما بيقلفش لا ودايما في الرجل ودايما عني الفوق عشان يحط الكرة في نفس الكرة بيطلع على الخط بيديك حل يا كريم بص 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 وحركة ودا اللي كنا بنشرحه في طريقة لعب بمراس الكولر دايما بيدور على العيب وسط الملعب يعمل الباص ويتلعام الحركة بص يا كريم أسست جول لو اللعب رأى عملها جول بص في وسط الزحمة بتاعت المقولين سبع لعيبة باص واحد ضرب بيه سبع لعيبة اللي بعده اللي بعد بص بص يا كريم عنده معدل الترنات والخروج بالكرة في مقصة الملعب ممتاز بعدها بصها صحيح استلامة كمل كمل بص الخروج ما عندوش مشكلة في الضغط ابدا ما عندوش ادنى مشكلة في الضغط وبعدها بسرعة تمريرة صحيحة لعيب يتمناه اي مدير فني في الدوري المصري مش لانه لعيب سوبر لانه بيعرف يعمل كل حاجة في وسط الملعب ده بيرقص كمان ده الجول اللي احرازه في طلع الجيش بص كريم بص بص التحرك سيبك بص البنتريش انا عايزك توقفل الانواق لا رجع 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 بص كريم بص كريم ده لعيب مركز تمانية لا هو مهاجم ولا هو بلاي مايكر ولا هو جناح بص البنتريشن والتحرك بدون كورة هو ده رأس ماله في الجزء الامامي التحرك بدون كورة والمسيح استغلال المسيح ماشي ما بيقوله طبعا بص الرجع راح ما تخضش ابدا من ضغط المدافع ولا الحارس دخل بمنتهى الهدوء عدة وحطاه اللي بعده اللي بعده بص كريم تاني ما عندوش ادنى مشكلة في الضغط هنا انت بتتكلم على لعيب موجود دائما تحت ما هو اللي هيسدد مش هو اللي شاط بصك مش هو اللي عمل باص وده اللي انا بقوله لك معدل التزديدات يا كريم سبع تزديدات على المرمى خلال الحدواشر مباراة الاولى بمعدل من تزديدتين لتلاتة اجمالا في كل المباريات اللي لعيبها نادي الاتحاد السكندري اللي بعده الحالة اللي بعدها الحالة اللي بعدها التزديدة في مباراة اخرى بصك هتلاقي هنا هو مسدد كرة من المواجهة هتلاقي الكرة اللي بعدها الراجل هيخش ما عندوش مشكلة خالص هيعمل الفنت تزديدة اللي بعده اللي بعده اللي بعده مكمل مكمل على كورته مكمل كمان مكمل كمان اللي بعده اهي دي الراجل مكمل بص الحد فين مكمل فضاء رحمد عد الميسي وما بلوله يدخل ما عندوش ازمة ما عندوش ازمة اي مكان في الملعب محتاجني هتلاقييني ده اللاعب لقم تماما ده اللي لابه لك يا كريم كولر بيدور ودي تصويبه تانية كولر بيدور على لعيب متكامل تاني انا قلت مراوان عاطية هو اللاعب المتكامل مش عشان هو احسن لعيب في المزيشن ده مش المزيشن ده لكنه الافرج يبتاعه الافرج يبتاعه في كل مهارات لعيب خط الوسط مركز تمانية افرج ممتاز بالنسبة للمراوان عاطية صفقة كبيرة جدا وخلني اقولك هي الصفقة الاهم للنادي الاهلي مع صفقة المهاجم طبعا كريستو صفقة مهمة جدا لعيب بروميسنج خرد عبدالفتاح لعيب مهمة جدا بعد يصابت اكرم توفيق لكن الصفقة الاهم للنادي الاهلي في ظل وجود فقط الثلاثي بشكل اساسي عمر السولية حمد فاتح عليو ديانج صفقة مران عطيها صفقة مهمة جدا للنادي الاهلي اذا ما تمت رسميا غدا طيب قبل ما نروح للفاصل يلا بينا بسرعة الاهلي مفوضي ايدي اللعيبة دي كلها في قائمة كأس العالم الاندي الاندي اخر موعد بصها كريم الاهلي لم يتلقى اي مخاطبات رسمية فيما يخص الديدلاين او المعاية النهائية الورقة اللي بعتت اللي كانت نتيجة الروك شوف بتاع البطولة بعت فيها انه في قائمة مبدئية وفي قائمة نهائية ما تحطلوش معاية النهائية وتقلل الاهلي ده الديدلاين سألنا اخواتنا في اللجنة المنظمة المغربة عن كأس العالم الاندي قالولنا ان هو يوم 13 مش 9 يوم 13 نطلع الورقة بقى اللي اثرت لغت كتير جدا الام اللي فاتت كل حد بيحاول يجتهد واحنا بنحترم طبعا الاجتهاد لكن في النهاية بنحتكم للائحة ما هي اللائحة بتعكس العالم الانديها لما تتعرض معنا دي اللائحة بتعكس العالم الانديها بتقول ايه بتقول انه في قائمتين قائمة مبدئية لها ديدلاين لها معاد نهائي قائمة مبدئية اللي هي هنا بيقول اللائحة بتعكس العالم الانديها لازم يكونوا متخدين من الخامسة وثلاثين لعيب اللي انت هتحطهم في القائمة تسعة تلاتاشر خمستاشر مش دي القضية القضية ان اللاعيبة اللي هتتحط في القائمة المبدئية خمسة وثلاثين ماينفعش بقى تحط تلاتين وترجع تضيف خمسة بعد كده مافيش الكلام ده انت هتحط خمسة وثلاثين لعيب دول الموعد اخر موعد امتا؟ المعاد اللي جاننا من المغرب هو موعد غير رسمي لا بيرسل النادي الاهلي هو يوم تلاتاشر والموعد الاخير قبل المبارة بـ 48 ساعة قبل اول مبارة بـ 48 ساعة الاهلي علي انه يسجل 23 لاعب في الموعد الاخير الاولاني 35 لعيب التلاتة وعشرين لازم يكونوا من الـ 35 الاولانيين مش لعيبة يمكن اضافتهم النادي الاهلي امامه خمس ايام لحسن طلباته الاجبارية سؤال بسيط مش عارف عنها الاجابة فيه ولا هل ممكن النادي الاهلي يحط في قائمة الـ 35 دي اسماء مرشحة انه يضمها؟ لا طبعا لازم اللاعيب يكون بطاقته الدولية موجودة ومسجل على اسم النادي مش هينفقا اه لازم طبعا طيب كده حتى لو الاهلي يضم بعد كده لاعب الاهلي مع الحد يوم تلاتاشر اليوم تلاتاشر لحد يوم الجمعة الجاي هيقدر يجيب اتنين لعيبة وارد جدا الاهلي يخلص صفقتين خلال التلات يام اللي جاي عظيم لسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل نواصل مع محمد جمال خليكم مخدر موسيقى يعلم بحضراتكم مرة اخرى طيب مش هينفقوا احمي المواهب العظيمة جدا في الدولة اللي تبيلعب في المقال العرب مدافع عمر فايد واحمي الاسماء اللي هي من الناس بتقول انه هيبقى حاجة كبيرة جدا هل هو فعلا يبقى حاجة كبيرة جدا هل هو فعلا يستاهي انه في كثير من الاندية تتهافت عليه في الفترة الحالية بص يا كريم عمر فايد نادي المقولين عنده ثلاث عروض في بعضها شفعي عرض عن طريق مخاطبات شفعية يعني وعروض رسمية من الثلاث اندية الكبر من الاهلي ومن الزمال الكو بيرامدز وهقولك ليه الثلاث اندية واي نادي اي نادي يتمنى يبقى عنده العيد بحجم عمر فايد قبل ما نبتدي دير ارقام بتاعت عمر السنادي لعب التلاتاشر مباراة بتوعنادي المباراة لعب كل المباراة غاب مباراة واحدة فقط ليه وعشرين سنة سنة تسعتاشر لسه تامي من تسعتاشر سنة لعيب موديد الالفين وثلاثة واحد من اللعب الاساسية في منتخب الالفين وثلاثة ومنتخب الالفين وواحد تم استدعاقه ليه التجمع الأخير نروح ليه الارقام اللي بعدها فيها ارقام مهمة جدا جدا يا كريم بصلي على الرقامين بنتكلم على التحديات والصراعات الهوائية ركزلي على الرقامين دول قوي لما اجتكلم على لعيب تسعتاشر سنة بيلعب في الدور المصري ما عندوش خبرات الدور المصري بلعب المسلم اللي فات اربع مباراة وقت تسعتاشر سنة هو صغير بالنسبة لنا هنا في الدور المصري لما يكون واخد 75% من صراعاته الثنائية كريمة على الأرض 75% يعني اي صراع صنائي بيخش عمر فايد بياخد من 3 لأربع كرة يعني كل أربع كرة بيقوم منهم 3 انت بتخيل قوة الولد لما يبقى أربع في كل أربع التحمات بيقوم منهم 3 في الصراعات الهوائية 72% عظيم ارقام عظيمة للعيب عنده لعيب كبير ارقام للعيب كبير عنده نقطة محتاجة تتطور اللي تكلم عليها في وقت لاحق لكن كلاعب خلينا بقى نشوف الحالات واقول لك هو ليه الأهلي والزمالك وبرامد خنائتهم الكبيرة وموقف المؤولين العرب ايه بس بعد ما نشوف الحالات بتاعك عمر فايد ولا انا بالنسبة ليه هطلق عليه المدافع الاستباقي المدافع الاستباقي عمر فايد المدافع الاستباقي بص كريم واقف هنا واقولك ليه الاستباقي وانت هتعرف لوحك ارجع كنا ارجع كنا كمان ثانية ثانية دايما الخطوتين قبل اي مهاجم مباراة اهلي مباراة زمالك مباراة اي مباراة بيلعبها المؤولين على اي مهاجم دايما الخطوتين بياخدهم قبل المهاجم وبيتلا اخدوا الكورة يلا واحد يعني اخد يعني شغل يلا اهي واحد ماشي بقى اللي بعد بص كريم اللي اترك ايه اهي التانية دايما عينيه على الكورة ما بيعملش مخلفات عينيه على الكورة صعب ترقصه رغم ان رغم ان لعيب المية سبعة وثمانين سنتا كريم ده وزنه بقى تقيل بطيق في الحركة لكنه صعب ترقصه بص كريم دايما عينه على الكورة دايما بياخد الخطوة وبيعمل وبيمد عملية مد الرجل القطع الكورة بيتتعمل في التوقيت المثالي بص كريم صعب ترقصه صعب تعدي منه بيفكرني قوي بحمد حجازي في بداياته لانه كمان لعيب كورة خلي بالك عايز اقولك انه عنده معدل دريبل يحملوش في الارقام وقف هنا عنده معدل دريبل عظيم جدا بيعمل من اتنين لتلات لتلات مرات بيطلع بالكورة وبيعمل مروغة مروغة لمدافع لمدافع عنده تساعتاشر سنة من اتنين لتلات مرات في المباراة رقم يبدو خافت في زل الارقام الدفاعية لكنه رقم مميز جدا انه لعيب ده لعيب كورة بالاضافة اللي زي ما قلتلك مستو الكبيرة مدافع استباق بيقرأ مسارات اللعب دايما بيحط نفسه في البوزيشن المثالي تلاتة لعيب مش متهور ابدا ابدا رقم انه تاني اللعيب اللي اكسامها كبيرة 187 سنتي عمر فايد اللعيب اللي اكسامها كبيرة بيعندها مشكلة في الترنت وده اللي ان شاء الله هيتطور فيه خلال الفترة اللي جاية رقم انه مؤدي اداءات عظيمة جدا ماشي بقى الفيديو على عدلته ماشي الفيديو تاني على السرعة العادية نكمل كمان نكمل بصها كريم دايما مش هيخدها يعمل بلوك صعب جدا جدا انك تعدي من عمر فايد بص بيلعب اهو عندوش مشكلة بيلعب قدام اهلي بيلعب قدام زمانك بصها كريم هتلاقي اهو بص هنا واقف ورا المدافع دايما الخطوط ايه دايما الخطوط ايه مدافع استباقي نموذجي دايما بيدور وبيقرأ بصار التمرير الكرة راحة فين ما بيستناش ان اللعب يروح له دايما حتى لما بيروح له صعب جدا ترقصه كمل كمان كمل كمان على سرعتها كمل عندوش مشكلة ابدا في الخروج بالكرة بشكل سليم يا كريم من اي مكان مكان الضغط بص ما عندوش مشكلة بص هنا ما عندوش مشكلة يوقف على كرته ويطلع ويرقص هادي جدا الميزة التانية يا كريم المهمة جدا مميز اوي في الكرات الطلية اللي بقى لنا وقت طويل جدا ما شفناش لعيب في خط الضغط مميز بالطريقة دي وكرة الطلية نفس الكلام اعطى مصارات التمرير لعيب ممتاز جدا عمر فايد واحد من اللعيبة الا اتمنى يا كريم اتمنى اذا ما نشطش والنادي اللي يختار ويلعب فيه اذا قرر انو يلعب فيه احد من الاندية الكبيرة التلاتة اللي مقدمين عروض حتى لو بنهاية الموسم اتمنى انو يلعب ويشترك او يبقى حتى في نادي المقولين كي يتطور كي يتطور وده اللي نادي المقولين بيستهدفه في بطولة افريقيا تحت عشرين سنة ان شاء الله هيشترك فيها عمر فايد لشهر القادم شهر فبراير مصر بتصدفها وده اللي بترجيته نادي المقولين عشان كده رافض تماما من فكرة التفريط به في اي رقم لانو عارف ان سعره هيزيد سواء باعه محليا بنهاية الموسم او حتى الرغم ان عليه ضغوط كبيرة من الاهل وزمان الكوبرانت الوقت يو دا يهمنا يلا بينا ولكن قبل مقتم معاك عايز افهم عندك معلومة عن حكاية برونو سافيو اقافه ومشكلته مفروض كان الاقاف بتاعه في بوليفيا كان يتطبق عليه هنا يعني التفاصيل ايه في كس البرونو سافيو عشان حصل ازمة كده بص يطلعو لنا بس اللايحة عشان دايما الحاجات القانونية بقى فيه لاحة الناس تشوفها بعليها لما فيه لاحة بنبعد دايما عن الاهواء بنبعد دايما عن الاهواء نعرض اللايحة الاولانية اللي فيها مربع بالاحمر بص كريم برونو سافيو برونو سافيو لاحة الاتحاد الدولي بتقول انه اذا ما تم عقاب لاعب باربع مباريات او ثلاث شهور بحد ادنى بيتم ترحيل العقوبة مع بطاقته الدولية يعني هو تعاقب على وقع عملها في بوليفيا اهي يا كريم دي مادة اتنين وعشي لا معلش هتتقهت اللي قبلها هتتقهت اللي قبلها بعدين رجاع للدين ان اللعيب يتوقف اربع مباريات بيتم ترحيلها طيب هل ده ينطبق دي مادة اتنين وسبعين لما يتم عمل الخطأ فالتحاد ده اللي بيقولك ايه اربع مباريات او او ثلاث شهور طيب ايه العقوبة اللي اتعملت على برونو سافيو هنا بيتكلم على فالتس كونترا لوفيسيال ده هو كاتبة انه انت بتعمل خطأ خطأ ضد مسؤول من مسؤول المباراة الحكم او منظمين المباراة بيتم عقابك بثلاثة مباريات يعني العقوبة اللي اتعملت على برونو سافيو تبقى اللي لاحة اتحاد البوليفي لا تندرج تحت القصة بتاعت الترحيل بتاعت الترحيل بالكامل خلي بالك لان هجيلك النقطة تانية على النقطة المفصلية في الموضوع روح لللي بعدها طيب اللعيب اتوقع عليه ثلاث مباريات قضى منهم مباراتين قبل ما ابطقتوا الدولية تنتقل من الاهل من 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 فنزوالا من بوليفار من بوليفيا للنادي الاهلي قدى منهم مباراتين طيب ايه له مباراة طيب اللي احد تتحدى الفنزوالي مادة 22 بيتكلم عن العفو عن العقوبة يمكن العفو عن العقوبة تلاعب بشرط قضاء ثلاثين حسب ما رص عليه المادة 22 ثلاثين العقوبة وهو قدى فعلا مباراتين هناك وايه الجزء اللي بقى ان اللعيب يتقدم باعتزار اللعيب يتقدم باعتزار وتم رفع المبارات التالتة عنه وبالتالي لا يمكن لا عقاب برونو سافيو ولا رسال اي شكوى لأي جهة لا لاتحد البوليفي ولا لاتحد دولي الله ينور عليك الله ينور عليك جيمي شرفت ونورت كالعادة استمتعتك معاك فكرة عظيمة جدا كالعادة يعني حبيبك انا بشكرك شكرا جزيلا وده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشرة كل سنة وحضراتكم طيبين واللي بدأت بيه الحلقة هنهي بيه الحلقة النهاردة خلونا ننبسط بالكورة خلونا ننبسط بالرياضة الكورة ورياضة مش معمولة عشان ازمات ومشاكل وقضايا الكورة ورياضة معمولة عشان نستمتع نتسلة ننبسط وبس كده شوفكم يا رب على الف خير اشتركوا في القناة